بعد السوبر الأفريقية القطبين ما بين ارتياح وترتيب أوراق ولسه الموسم بعد تتويجه بالسوبر حالة من الارتياح في الزمالك جميز بيمنح اللاعبين رأحة سلبية وتفاعل بما هو قادم في المقابل الهزيمة تجبر الأهلي على ترتيب الأوراق أمالا في صحوة معتادة تعيد الفريق للطريق الصحيح ما بين هنا وهناك اللقب الأفريقي مش نهاية الطريق للأهلي أو الزمالك دي بداية لموسم جديد كله تطلعات وتموحات جديدة والمكسب كله دايماً للكرة المصرية يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مباراة وخلصت صح صح أهلي زمالك زمالك أهلي زمالك هو بطل السوبر مبارح كسب الأهلي أفراح الزمالك مستمرة وحق نادي الزمالك إن أفراحه تبقى مستمرة النادي الأهلي في المقابل بيحاول بسرعة يلملم الأوراق قبل كأس السوبر وقبل بطولة الانتركنتنينتل والأهلي قادر إنه يعمل ده وإحنا مبارح طلعنا بعد المباراة على طول وفي شوية حاجات ما كملنهاش صفحات لسه ما قفلنهاش وقلنا ندردش مع حضراتكم شوية أول حاجة تخص الشيكبالة النهاردة الشيكبالة قد جمهور نادي الزمالك حقه كامل بكل حب وبكل يعني رومانسية في رسالة جميلة من شيكبالة جمهور النادي الأهلي اللي رفع صورته مبارح في دخلة المباراة وهيتحدث بشكل رائع عن جمهور الزمالك وقلت لكم مبارح إنه جمهور الزمالك دائما وأبدا يستحق كل التحية هتولي الصورة وكلام شيكبالة اللي قالوا النهاردة عن جمهور نادي الزمالك ونقرأ مع بعض قال لك إيه؟ بسالة حلوة يعني عشان كده طلبتها وقلت أقراها بشكل كامل إلى جمهور الزمالك أنتم القصة التي لا تنتهي أنتم الحكاية التي تروى للأجيال أنتم الوفاء الذي يدرس بين جدران هذا النادي سطرت أسماؤكم بحروف من نور ليس فقط لأنكم تقفون خلف الفريق بل لأنكم النبضة الذي يحركوا والروح التي تبث الحياة في أوصاله أنتم الملحمة التي تعيش في كل مباراة في كل هتاف في كل دمعة فرح أو حزن يا جمهور الزمالك عبر السنوات والعقود كنتم الصخرة التي تتحطم عليها كل الصعب والتحديات أنتم الفارس وأنتم القوس والسهم ومن حولتم كل عثرة إلى قفزة نحو المجد لا يمكن أن نصفكم بمشجعين فقط أنتم اللاعب رقم واحد أنتم المحاربون في المدرجات والجنود في الميادين ماشي قال كمان عندما نتحدث عن الزمالك نتحدث عنكم أنتم الرمز الأبدي للنادي أنتم من حول الحب لنادي الزمالك إلى عقيدة وإلى قصة خالدة تروى في كل زاوية من هذا الكوكب ليس فقط بسبب انتصاراتكم ولكن بسبب ولأكم الذي لم يتزعزع إخلاصكم الذي لا يعرف الحدود وحبكم الذي يبقى دائما في كل الظروف أنتم الذين علمتمونا أن الفخر بالزمالك ليس في البطولات فقط بل في العطاء الذي لا ينضب وفي الوفاء الذي لا يقدر بثمن في أوقات الفرح كنتم الفرحة المضعفة وفي أوقات الشدة كنتم الدعم والسند إذا كانت البطولات تكتب على ورق فأنكم البطولة التي تحفر في القلوب لذلك لا يوجد لقب يضيك بكم أكثر من الرمز الأبدي أنتم الحلم الذي يعيش في أعين كل عاشق لهذا النادي وأنتم الحقيقة التي تشعل نار الحب في قلوب كل من يخطو نحو بوابة الزمالك أنتم الفخر والاعتزاز ومن دونكم لا نكون نحن من قلوبنا إلى قلوبكم شكرا لكم على كل شيء أنتم الأسطورة وأنتم التاريخ وأنتم المستقبل وأنتم الرمز الأبدي للزمالك عاش الزمالك عاش جمهوره أعظم جمهور في العالم وفخور أن أحد أبنائه كلاعب واحد وأحد مشجعينه في المدربات كلام حلوة حلاوة يعني إيه ده؟ ده كلام أديب كلام شاعر شيكبالة يتغزل في جمهور نادي الزمالك جمهور الزمالك اللي يام تغزل في شيكبالة شيكبالة الآن يتغزل في جمهوره كلام حلوة قوي وله معاني رائعة وأسلوب يعني عظيم وأنا جبت الرسالة دي تحديدا عشان كان في حكاية قديمة مع شكبالة دايما بقولها شكبالة لاعب طيب رائع موهبة مش طبيعية خرفية كان دايما لما الزمالك بيكسب أو حتى يخسر كان أحيانا لحبه في الزمالك ينفع الانفعالات كنا ساعات بنلوموا عليها بنلوموا عليها لكن رسالة زي دي في وقت الانتصار يستحق عليها شيكبالة كل الإشادة ده القائد بقى ده القائد الحقيقي ده الحب اللي بجد بقى اللي هو إيه مش لازم وأنا بحب النادي بتاعي أكتب كلمتين كده في النص فيهم نامي على هنا ولا نامي لا أنا بحب النادي بتاعي بحب جمهوري أنا مش بكلم عشكبالة بس بقى على الكل حب ناديك زي ما انت عايز حب جمهورك زي ما انت عايز تغزل في جمهورك زي ما انت عايز ما لكش دعوة أبدا بالمنافس أبدا انت بتتكلم مع فرقتك بتتكلم مع إدارتك بتتكلم مع جمهورك ما لكش دعوة بأي حد تاني مش بتكلم على شيكبالة بس أنا جبت الرسالة دي عشان تبقى نموذج لكل لكل بالمناسبة حلوة الصورة دي كمان أوي أوي داخل النهار دا حلوة أوي طيب ده فيما يخص شيكبالة وأشدت بشيكبالة اللي يامة انتقضتوا في مواقف الشباه دي يامة لكن حلوة اللقطة حلوة وسواء أشدنا أو انتقضنا شيكبالة يبقى دائما واحد من أمهر اللعيبة اللي جات في تاريخ كرة القدم المصرية فيش خلاف على لعيب كرة فز يعني شيكبالة نهار دا في المخابل عمر الساعي لاعب النادي الأهلي الجديد اللي لسه ما شاركش في أي مباراة لاعب نادي الإسماعيلي السابق نزل حاجة على انستجرام وقال فيها رقم واحد حط لعيبة النادي الأهلي بدرع الدوري وكتب رقم واحد برضو وعامل الليل العلامة بتاعت خص دي أسكت تمام بص هقولها لك بطريقة لطيفة تاني كل واحد يفتخر بفريق فهو شايف فريق رقم واحد والأهلي رقم واحد كذبان دوري كذبان بطولة أفراكة ماشي حلو وعمل إنجازات كتير لأهلي الفترة طبعا مفيش خلاف يعني مش مختلفين معاك تمام ماشي ومن حقك تعتزب فريقك الجديد اللي انت لسه ما لعبتش معاه أي مباراة ماشي برافو حلو كل ده كلام حلو بس ليه دي ليه يعني مثلا لو أنا طلعت وقلت مثلا إيه أنا بلعب في الأهلي فطلعت بعد ما خسرت وقلت هيفضل النادي الأهلي بالنسبة لي أعظم نادي في الكون براحتك النادي الأهلي مفيز زيه براحتك صح يعني دي مشاعر حقيقية وجميل النادي الأهلي أحسن نادي في العالم يا سيدي جميل هايل حلو الروح دي ليه تكلم المنافس وانت بتعمل دي المين يعني اكيد مش بتعمل كده الجمهور الأهلي ليه بقى ليه وانت كمان فرقتك في اللحظة دي خسرانة اللي بيكسب دايما الأهلي طبعا عشان حد يقول لي هؤلاء اللي اللي تبقى خسران على طول بيكسب الأهلي ماشي ولكن في اللحظة دي على الأهل بلاش حاجات فيها استفزاز دي نقطة النقطة التانية اه بالمناسبة قبل ما خلص النقطة دي بداح كنت بقول لكم انه الأهلي في أمس الحاجة لمدير كرة وفكرة انه الأهلي ما بقاش فيه مدير كرة لحد دلوقتي ده شيء خاطئ حتى لو كابتنسامه أمصان قايم بمهام مدير الكرة فكابتنسامه أمصان في الأصل مدر كفء فنيا بس مش مدير كرة نادي الأهلي عنده رموز واسماء كبيرة وعظيمة وكوادر اشتغلوا مدير كرة بقر بس مدير الكرة في النادي الأهلي مهم في لقطة زي بتاعة عمر الساعة دي عشان أنا فاكر كابتنسامه أحفيز كان بيمنع اللعيبة تعمل حاجات زي كده على السوشيال ميديا فاكر الكابتن خالي بيبو كان بيمنع اللعيبة تعمل حاجات زي كده على السوشيال ميديا واللي كان بيعمل كان بيتعاقب فدي أهمية مدير الكرة ومش بس في الملعب وفي غرفة خلع الملابس هو فرض الانضباط على الجميع عشان برضو دي مش أفكار النادي الأهلي دي مش دماغ النادي الأهلي وعمر الساعة هيفهم الكلام ده بعد شوية أكيد لما يقعد في النادي الأهلي كتير هو لعب مؤدب على فكرة وكويس جدا أكيد يعني شكبالة قبل المباراة قال أنه عرض للعبين فيديوهات والصور لناس كانت بتقول أنه الأهلي هيكسب بسهولة كان بيحاول يحفزهم بالحاجات اللي زي ديت ومنهم صورة كانت منتشرة على السوشيال ميديا لإمام عشور تأكدنا أن الشكبالة عرضها على اللاعبين أيضا وكانت سبب في تحفزهم خلال مباراة السوبر الصورة دي كانت لإمام عشور إمام عشور في تدريبات الأهلي وصورة الجميع تدولها على السوشيال ميديا كان بيعمل الاحتفال بتاعه هتلنا الصورة يا شباب كان بيعمل الاحتفال بتاعه اللي هو بيفرد دي كده زي بلينجهام وشكبالة عرض الصورة دي على اللاعبين الصورة هي كان برضو دي وسامة أبو علي فالصورتين يعني الشكبالة طبعا وهو بيعرض لللاعبين قال لهم بيعملوا بروفا للإحتفال مش بلوم قوي يعني على اللاعبين إنه ممكن يكونوا بيعملوا حركات مش شرط تكون الاحتفال بس عموما هو الشكبالة عرض دي يعني ما عنديش المعلومة هل كده ممكن يكونوا بيهزروا مع بعض أصلا يعني بس الشكبالة عرض الصور دي لللاعبين اللاعبين اللاعبين دي اللي هو أمام ووسام بيحتفلوا قبل المباراة إنهما كذبانين دي معلومة مؤكدة سيبك بقى من الصورة دي وتعلالي بقى في إمام عشور من جمهور النادي الأهل مبارح كانت متضايقة من إمام عشور ووزع لنا وكانتشافة إن إمام ما لعبش مباراة كبيرة وكان ممكن يبقى أفضل من كده وممكن يفيد الفريق أكتر وكان يبقى أمركز أكتر بص أنا رأيي إن إمام عشور لحد هذه اللحظة اللي بكلمك فيه ده رأيي رأيي أنا الشخصي أفضل اللاعب بيلعب وسط ملعب مركز 8 في مصر لحد هذه اللحظة إمكانياته مش طبيعية كبيرة إمام بس نقصه يفهم الأهلي ده في رأيي يفهم الأهلي يعني يفهم الأهلي أو مش يفهم الأهلي كمان يفهم جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي أركز معايا أوف دي بقى تاريخيا يحب لعبته أوش يقدرهم جدا يرفعهم لسابع سمة يديهم المكانة المناسبة ليهم بشرط واحد بسيط سهل إنك تلعب بروح تلعب بقلب تلعب بالتزام تركز مع فريقك من غير أي حاجات تليها علاقة بالشوق مركز فقط في أرض الملعب هنا أنت فوق رأس جمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي اللي بيرفع لعبته لسابع سمة نفس اللاعب اللي بترفع لسابع سمة ممكن ينزل على الأرض في ثانية عنده جمهور النادي الأهلي ولا يفرق معاهم يفرق معاهم إيه؟ يفرق معاهم بس النادي الأهلي اسم الأهلي فمهما كنت اسم رائع ومميز هتحتاج دائما وأبدا إنك تكون ملتزم جدا في الملعب وطبعا برا الملعب ملتزم جدا ومركز وبتدي مستواج دايما بنسبة 100% 100% هتقول لي أنت كده بتنتقد أو تهاجم إمام أنا رأيي رأيي الشخصي إن المباراة الأمس دي هي مباراة سنائل يا أمام عشور وهيرجع يكسر الدنيا مع الأهلي بس ما فيش مانع إن احنا ننقل لإمام الفكر وما زال إمام واحد من أهم لعيب الوسط في مصر في مركزه تحديدا مركز 8 بقى رأي الجميع يعني عشان حتى لو لو الناس متضايقة من رأيي فهو أفضل لعب رقم 8 ولو أنت معترض قول مين أحسن منه في مركز رقم 8 في مصر في الوقت الحالي دي حكا طيب إيه بقى اللي حصل في النادي الأهلي ما بعد خسارة مباراة السوبر تعال أقول لك يلا بنا أولا كابتن سامي ومصر المدرب العام بالنادي الأهلي أبلغ لعيب الفريق بالحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع وبعدها تم الاتفاق على موعد عودة البعثة إلى القاهرة وموعد التحرك إلى المطار وصل بعض أعضاء البعثة صباح اليوم في حين استمر بعض اللاعبين في السعودية لإعداء مناسك العمرة مثل رامي ربيعة وأفشة وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي كان له حديث مع اللاعبين بشكل جماعي وفردي بجانب جلسات كولر المستمرة مع جهازه المعاون لبحث أسباب خسارة السوبر الأفريق كولر عقد اجتماع مطول أيضا بشكل منفرد مع ياسين ميكاري محلل أداء الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بما حدث في السوبر وجلسة أخرى جمعت ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي مع حراس الفريق للحديث عن ما حدث في مباراة السوبر وكان محور الحديث ملف رقلات الترجيح وطريق التزديد لعبي الزمان كهرباء كان لديه حديث مستمر ومطول مع أفشع علاء وأيضا إمام عشور وذلك لإنهاء المشادة الكلمية الخفيفة التي نشبت بينهما في أراضية الملعب بعد المباراة وسامي قمصان كانت لديه اتصالات مع محمود الخطيب رئيس النادي وهيقوم بتقديم تقرير شامل عن الرحلة وخسارة السوبر الأفريق طيب واحد من أعضاء وزي ما قلت لكم مباراة حتستمر الاحتفالات بنادي الزمالك بطولة غالية بطولة مهمة جدا الجميع فيها تعب واقتهد جمهور بداية إدارة تحملت الكثير وجهاز فني ولعبين معايا عبر الهاتف الآن واحد من أكثر الأعضاء نشاطا في مجلس إدارة نادي الزمالك الأستاذ هاني شكري يا فندم مشرف نور سعيد جدا بتواجدك معايا مسي يا كريم كتر خيرك مسي يا رزقك أنا بتشرف جدا يا فندم وبهنيك وألف مليون مبروك فوز مستحق لنادي الزمالك أمس ربنا يخليك ومبروك لكل الجمهير العظيمة جمهير الزمالك واللعيب الأبطال اللي عمله مفشراء الحقيقة أكيد المباراة مبارح داخلنا يسير من الضغوط على مجلس الإدارة بكل تأكيد وعلى الفريق بشكل عام أعتقد المباراة دية تفرق معكم كتير الفترة القادمة يا فندم الحقيقة مش عارف أقول لحضرتك قصة الضغوط اللي علينا دي إحنا ما نبصش للحاجات دي إحنا عندنا كلام ماشيين عليها ومناش الضغوط إنما الحقيقة اللعيبة كانت محتاجة لبطولة دي جدا الجمهير محتاجة لبطولة دي جدا عشان كده ربنا كرمنا الحمد لله مبارح في لحظات كتيرة كانت صعبة في المباراة إيه أصعب اللحظات اللي عدت عليك يا فندم البنالتي اللي جي الحقيقة علينا إحنا هتونا شايفين أنه يعني في كلام شويتين والبنال بتاعنا لما تحسبش بعد كده دي كانت أصعب اللحظات إنما الحمد لله بعد كده الأولاد أدوا أداء رائح رائح عمد لله البطولة دي بداية لموسم عظيم لنادي الزمالك متفاعلين بيا فندم إحنا عندنا لعيبة تقدر تحصد البطولات اللي جاية كلها فيه شوية تنظيم إداري دا اللي بنحاول نعمله دعم الجمهير مهم جدا اللعيبة قاعتنا بالذات تتأثر جدا بجمهور فما الجمهور بيدعمها النتجة تبقى رائح زي محاصل المبارح حراك بتقول إنه الزمالك فيه حالين أفضل لعيبة وقدمه شكل رائح بارح كمان في مباراة السوبر هل دا معناه إنه الزمالك هيبقى فيه تدعمات جديدة ولا دا اكتفى الزمالك بهذه التدعمات الموجودة الحقيقة فيه تدعمات وإحنا دايماً بندعم وكنت لسه بتكلم في الموضوع دا احنا بنحتى تحت السن الطاعة اللي ماتكوا كابتاً السن السيد جايب ثلاثة لعيبة أفرقى تحت السن في منتخبات بلدهم أنا متوقع للعيبة دي تخود الحقيقة الفترة اللي غاية ويبقى لهم دور كويس ودول العيبة كبيرة جداً في منتخبات بلدهم ففيه بلان شغالين عليها الحقيقة التدعمات اللي حصلت في الفترة القصيرة اللي فاتت تدعمات مش كبيرة بس مؤثرة ممتاز جداً وشوفنا مبارح الحقيقة للعيب المغربي الممتاز بنتايك هيل بنتايك هيل هيل فالحقيقة احنا شغالين بكلان وربنا بيكرم وحدة بوحدة هيل عضية موبنزا وصلت لحد فين يا فن لا الحقيقة احنا موقفنا محترم جداً الحقيقة العمل المجهود ده بشكره عليه زميلي الأستاذ عمري أدهم ومع الأستاذ نور عزام إنما الحقيقة يعني ما مشينا بالكتاب بالضبط والحقيقة عشان جير عندنا حق وان شاء الله نجي حق عظيم الفترة اللي فاتت مع كسرة الضغوط على مجلس الإدارة اللي حالك قلت ان احنا مش حطنا في اعتبارنا كمجلس إدارة وانه ماشيين بخطة واضحة كثير من الناس كما بتتكلم على خلافات ومشاكل في مجلس الإدارة ودايماً كلكم بتطلعوا يا فندم كل الناس بتتكلم بحب واحترام شديد جداً فرصة حراك دلوقتي تتأكد على هذا العلاقة الجيدة في مجلس إدارة نادي الزمالك جداً بص يا فندم احنا مجلس بنتناقش فيه بحرية وعندنا جو ديمقراطي والحقيقة احنا يعني كل واحد الحقيقة في مجاله فجر بمحترم يعني فالمناقشة دي المناقشة الحقيقة صحية جداً والصالح الكياني فممكن نختلف ولكن احنا حبايب وصحاب وزمائل وكل حاجة ما فيش اي مشكلة بالكلام ده وده بيحصل في اي مجلس الحقيقة انا كبرته الموضوع مش حضرتك يعني بس الاعلام كبر او سوشال ميديا كبرت المشكلة وهي مشكلة يعني يعني زغيرها الحقيقة تحصل في اي مجلس وتحصل من اي زملاء يعني العلاقة بينك وبين الكابتة احمد سيمان علاقة جيد لا ده احمد حبيبي ده حبيبي ده احمد بالذات حبيبي صحيح سيد اهاني شكري عدو مجلس دارة نادي الزمالك بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المدخلة بهنيك مرة اخرى الف مليون مبروك الفوز بالسوبر الافريقي طيب لسا مكملين مع حضراتكم وهقول لكم اخبار مهمة جدا ما بعد مباراة السوبر كابتن سيمان امصان المدير او المدرب العام للنادي الالي والقائم بعمال مدير الكرة قال انه هيتم توقيع عقوبات مغلزة على لعبي الفريق بعد خسارة السوبر الافريقي امس امام نادي الزمالك كابتن امصان بلغ اللعبة توقيع النادي غرامة ملاية كبيرة عليهم بقيمة او برقم مئة الف جنيه خصم من مستحقات كل لعب تبقى للاقاحة الفريق الداخلية مئة الف جنيه خسرهم كل لعب في النادي الاهلي او هيتخصهم مستحقات كل لعب في النادي الاهلي بعد الخسارة امس طيب حد يقولك يا سيدي ما الاهلي بيكسب على طولها يا جماعة عشان خصم المباراة وبطولها تخصمه من كل لعب مئة الف جنيه فالنادي الاهلي يقولك مانا لما الاهلي بيكسب بنديهم مكفاءات اكبر كمان من الخصم اللي بنخصمه في الخسارة فهي الحياة فيها ثواب ودائما وابدا ايضا اكرب طيب بحسب مسؤول في النادي الاهلي قالنا ان فيه قرار تم اتخاذه بل واعلانه بعدم التعاقد مع لاعب اجنبي جديد الا في شهر يناير القدم ده ليه او المعلومة دي اللي بنأكدها نكتير انبالي هتكلمه انه لا الاهلي هتراجع عن الفكرة دي وهيشتري ولعبين جدد بحسب مسؤولي النادي الاهلي قالنا لا مفيش لعبين جدد في فترة الانتقالات الحالية وتم تأجيل الامر الى يناير بالاتفاق مع مارسل كولور اللي هقولولك ده بقى ممكن تعتبروا معلومتي بنسبة كبيرة تمام انا الاول جبت لك ايه تصريح المسؤول في النادي الاهلي تمام انا دائما احب من مسؤول فالمسؤول قال كده اللي حصل في مباراة السوبر قالقت النادي الاهلي تحديدا في مركز الجناح والمواجر قالقت النادي الاهلي جد جد ليه فيه سوبر مصري جاي وفيه بطولة الانتر كونتنانتل الاهلي الان تصوري انه هيبقى فيه حركة شغالة دلوقتي لا مش تصوري مؤكد انه فيه حركة شغالة دلوقتي في لجنة التعاقدات في النادي الاهلي للبحث عن مهاجم او جناح يا مهاجم يا جناح اجنبي لو الاهلي قدر يتوصل الاتفاق معاه في الفترة الحالية هيتم الاعلان التعاقد معاه في الصيف دلوقتي الاهلي ما قدرش يعمل ده هيأجل ليناير هتقول لي تم يا سيدي المسؤول قالك مش هنتعاد الا في يناير الاهلي مش عايز دوشة من الاخر يعني بجيب لك من الاخر سيمون هنشتغل من غير دوشة مش عايز ضغط فين المهاجم هتولي دلوقتي فين الجناح هتولي دلوقتي فقالك ايه اجماع احنا في يناير لكن لو الاهلي اتم اتفاقه مع اي لاعب ونادي دلوقتي هيعلن عن الصفقة خليك فاكر الجملة دي كويس عشان هتقول لي ايه اذا كريم انت مش كلكم قلتوا ان الاهلي انا في يناير ده الاهلي اللي قال مش احنا فجأة ممكن تراي لعيب مهاجم او جناح موجود حاليا في النادي الاهلي او يعني يتعايد مع اخلا الايا طيب علي معلول هياخد اجازة هو موجود في مصر وريدي علي معلول بيعمل البرنامج التأهيل بتاعته هياخد اجازة لبلاده تونس وبعد كده يرجع يستكمل التأهيل بشكل طبيعي وانا كنت قلت لكم قبل السوبر ان علي معلول الكابت المحمول الخطيب هيقعد معاه وينهي اموره بالشكل اللي هيرضي علي معلول طيب مارسل كولر كلف ياسين مكاري المساعد بتاعه محايل الاداء في الفريق بعد المباراة اطول جابوا كده قالوا بقولك ايه انا عايز تقرير شامل تفصيلي عن اخطاء كل لاعب في مباراة الزمالك تفصيلي ليه بقى عشان دي لحظة المواجهة اللي كولر بيجاهز لها مع لعيبة النادي الاهلي كولر عدتا لا يفسح عن غضبه بعد المباراة مباشرة هو بيعمل ايه تعالولي تعالولي بقى بعدها هنقعد مع بعض كده وواحد واحد يشوف عمل ايه فده اللي عامله كولر عرفاك ها بيعمل كده في كل المباراة مش بس المباراة الزمالك في كل المباراة اللي بيخسرها او يتعصر فيها نادي الاهلي ويقولها ايه لا يعني مش كتير طيب بحسب ايضا مسؤول في نادي الزمالك قال لنا موقف اصابة محمد الصبحي وموقفه ايضا من بطولة السوبر المصري اولا كده عشان تبقى عارف فيه ناس بارح كتبت ان الصبحي تم استبعاده من المباراة لا اسباب اخلاقية لا بعمل مشاكل اعترض عمل ازمة الحقيقة واللي تأكدنا منها من نادي الزمالك انه محمد صبحي عنده اصابة عضلية وانه اللاعب غالبا هيكون جاهز لمبارايات السوبر المصري يعني اللاعب هيكون جاهز لمبارايات السوبر المصري بالنسبة لنادي الزمالك في شهر اكتوبر القادم ان شاء الله ففيش اي ازمة فيش اي مشكلة دي حكاية للأسف حيانا اللاعب لو جات له مشكلة قبل كده كل ما بتحصل له حاجة الناس تربطها من مشكلة يعني السبح طبعا كان عنده مشكلة كبيرة معنات زمالك كان تم ايقافه وتم عرضه صراج اللاعب والتزم وبقى مركز فياليت يا جماعة برضو احنا يعني ايه نقول ان الناس بتتغير الناس بتتعلم مش هنبدل بقى مسكين لوحد في خطأه من زمان واي حاجة يعملها بعد يصاب يصاب يجيه شد عضلي هنقول ان هو عامل كارثة وعمل أزمة ده عموما يعني برضو مش على السبح بس دعموما لأي لعب يعني طيب وفقا لمسؤول ايضا في نادي الزمالك الزمالك هيصرف مئة الف جنيه لكل لاعب خلال الاسبوع الجاري مكافأة خاصة بعد التطويق بي السوبر الجديد او الاضافة للمئة الف جنيه الأستاذ مبدو حباس رئيس نادي الزمالك الأسبق هيتحمل أيضا مكافأة خاصة هتكون خمسين ألف جنيه لكل لاعب يعني 100 من نادي الزمالك خمسين ألف من ممضوع حباس 150 ألف جنيه حلال على كل لاعب لنادي الزمالك اجتهد وتعب وفرح جمهوره أمس في مباراة السوبر طيب اللي جاي ده جديد قديم جديد قديم جديد كم مرة سمعت عن مفاوضات الزمالك أو رغبة الزمالك في ضم رمضان صبحي هتقول لي كتير سمعت مني ومن غيري طيب كم مرة سمعت إنه مفيش أصلا مفاوضات بين نادي الزمالك ورمضان صبحي كتير أكيد سمعتها كتير الجديد إيه بقى الجديد إن الزمالك عايز رمضان صبحي جدا جدا والزمالك فاتح خطوط اتصال مع رمضان صبحي عن طريق مسؤولين في النادي عن طريق وسطاء بس الزمالك يتحدث أو بيحاول مع رمضان صبحي ممكن عن طريق وسطاء عشان برضو ممكن مجلس الدارة بعد ما خلص الكلام ده يطلع يقولك لا الكلام ده ما حصلش بس فيه وسطاء بيتكلموا مع رمضان صبحي اللاعب ما عندوش معنى إنه يعمل جلسة مع نادي الزمالك ويقعد ويسمع ويعرف التفاصيل خلال أيام اللي جاية طبعا بيرامد في الصورة وابيرامد لازم يوافق الزمالك برضو المقابل اللي خده من كاس السوبة الأفريقية والمكافآت الكثيرة خليته يفكر كمان إنه معانا سيولة نقدر نخش في رمضان صبحي في رمضان صبحي يا جماعة رجع للصورة في نادي الزمالك وعشان يبقى كلامي واضح لا لسه فيه اتفاق رسمي ولا اتفاق ودي ولا تعاقد رسمي ولا أي حاجة ولكن هناك اتصالات مفتوحة شوف اهو انا انا راجل ايه لو انا عايزة فهرق على خبر كده ولا ارمي لك خبر وخلاص هقول لك بص خلال أيام رمضان الصبح في نادي الزمالك هقول لك الكلمتين اللي بيتقالوا دول لا انا بحكي لك التفصيلة بالضبط فيه قبضيت فيه تحديثات حصلت خلال الأيام اللي جاية هقولها لك هقول لك لا والله قاعدوا فعلا والله اتفق على الرقم الفناني والله براميز موافق لا براميز مش موافق والله فيه اعارة لا شرة هنقول تفاصيل واحدة واحدة لحد دلوقتي فيه خطوط اتصال مفتوحة بس ده الخبر نهاردة نجمنا المصر الكبير ملك مصر في انجلترا محمد صلاح عمل رقم جديد نهاردة سجل هدف فيه والفرهامتون من ضربة جزائي هدف كان هدف اللي رجح كافة الفريق قدام والفرهامتون نهاردة صلاح رفع رصيده في الدولة الانجليزية بس الرقم الجاية ده رفع رصيده من الأهداف في الدولة الانجليزية لمية واحد وستين هدف وربنا لكان فيه لعيبة بتروح الدولة الانجليزية من مصر هنا لعيبة مصريين لما بيجيبوا عشر أهداف بنركب كهارب ومنحتفل ومنرقص ومنتنطط وبنقول فقرة مصر وكل حاجة ده جاي مية واحد وستين هدف فين؟ فأقوى دوري في العالم الدولة الانجليزية بص الأرقام أولاً هو دلوقتي صلاح في المركز العاشر ما بين هدفين الدولة الانجليزية التاريخيين فضله هدف ويبقى في المركز التاسع تعالوا نمشي بالترتيب أول واحد أسطورة نيوكاسل ألان شيرر بعدين هاريكين بعدين وين روني بعدين أندرو كول بعدين سيرجو أجويرو ثم فرانك لامبرد ثم تيري هنري ثم روبي فاولر وجيرمان ديفو وبعد كده ييجي محمد صلاح بفرق هدف واحد بس عن جيرمان ديفو طبعاً فاكرين جيرمان ديفو تا كان ياما لعب مع ميدو في توتنهام فرق هدف هدف واحد يبقى في المركز التاسع هدفين ويبقى في المركز التامن أكيد هيوصل يعني أتصور هتولي الصورة دي تاني كده شباب هتولي الصورة دي تاني تعالوا نتخيل كده صلاح ممكن ربنا يحميه طبعاً ويحفظه وممكن ينهي الموسم فين يعني صلاح لو جاب مثلاً مثلاً يعني 16 هدف كمان الموسم ده 16 هدف الموسم ده يبقى في المركز السادس الله يبقى السادس الهدفين التاريخيين في الدورة الإنجليزية تتخيل الرقم 16 هدف بس يوصل للرقم بتاع فرانك لامبرد في المركز السادس ممكن 84 دي هي مش مستحيلة طبعاً 23 هدف ممكن يوصلها آه وارد يوصلها طبعاً وارد يا الله يا خبره ممكن يوصل للرابع كمان إيه الأرقام دي إيه الأرقام دي اللي بيعملها صلاح حرفياً وعملياً ورقمياً وكل شيء صلاح أسطورة من أساطير الدول الإنجليزي على مر التاريخ مش بس أسطورة الليفربول أسطورة من أساطير الدول الإنجليزي تعالوا نروح ليه نتائج مباراة اليوم في الدول الإنجليزي الممتاز الجولة السادسة نيو كاسل النهاردة تعادل مع منشستر سيتي واحد واحد وقف هنا اللحظة ورجع لي كده بإسبوع يا كريم انت كنت قلت يامين إسبوع لما أرسنال تعادل هو منشستر سيتي لما منشستر سيتي تعادل في اللحظات الأخيرة مع أرسنال المباراة اللي أسيب فيها في الدقاءة الأولى رودري وهكرر الكلام تاني لو أنت مش فاكروا معايا السيتي السنة دي هيعاني جدا جدا في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا وأنا رأيي السيتي اللي هيكسب الدوري وأنا هيكسب دوري أبطال أوروبا السنة دي رودري اللاعب مش عايز أقولي الوحيد في العالم بس على أقل في منشستر سيتي اللازم لا يعوض حتى هلند يعوض بأمور تيكتكية وفنية هجومية يعملها بيب جارديول عادي رودري لا يعوض في منشستر سيتي رودري له جزء كبير جدا من نجاحات منشستر سيتي في السنين اللي فاتت لعيب خيالي في وسط الملعب دفاعيا وهجوميا وقدرات بدنية وكل شيء كل شيء سيتي النهاردة عانى عانى قدام أرسنال نيوكسل كان قرائم الفوز النهاردة واكتفى نيوكسل إنه يتعادل فقط مع منشستر سيتي للمباراة التانية على التوالي سيتي يفشل في الفوز في غياب رودري تحديدا يعني أرسنال نهاردة فاز على ليستر سيتي أربعة اتنين وبرينتفورد تعادل إجابان واحد واحد مع وست هام يونايتد تشيلسي أربعة اتنين أمام إيفرتون بولمر سجل سوبر هاتريك لعب هايل على أن الحال الوقت ما عرفش بيب جارديولا استغنى عنه إزاي من السيتي لتشيلسي النهاردة مسجل سوبر هاتريك فاربعين دقيقة أصلا كان مسجل أربعة أهداف نوترينج هام فورست خسر قدام فولهم واحد لشيء وليفربول فاز على ويلفارهامتون زي ما قد حواتكم اتنين واحد في الدولة الأسبانية الجولة السامنة ختافي فاز على تيبرتيفو ألافز اتنين لشيء وريو فياكانو تعادل واحد واحد مع ليجانس وريال سويسيداد فاز تلاتة لشيء على فالنسيا وأساسونا يا خبر داخل أنا ما كنتش عارف النتيجة دي ما تشفتش خلص أساسونا فاز أربعة على برشلونة أربعة أتنين تتناول كبيرة جدا برشلونة السنة دي أصلا في الدولة بيعمل النتائج دي هو اللي بيسجل أربعة وخمسة والحاجات دي أساسونا النهاردة كسب برشلونة أربعة أتنين كنت داخل أنا للستوديو والنتائجة كانت أتنين لأساسونا خلص أربعة في الدولة الإيطالي الجولة السادسة انتر فاز على أودينيزي 3-2 ويوفنتوس فاز على جنوة 3 لشيء وبلونيا تعادل سلبيا مع أطلانت في الدولة الإلمانية الجولة الخمسة فولفسبورج تعادل 2-2 مع شتوتجارد وبروسيا مونشي جلاتباخ فاز واحد لشيء على يونيون برلين ولايبزيج فاز أربعة لشيء على أكسبورج وفرايبورج خسر قدام سانت بولي 3 لشيء وهيدنهايم فاز 2 لشيء على ماينز وباير ميونيخ تعادل إيجابيا واحد واحد مع حامل اللقب في الدورة الفرنسي الجولة السادسة لانس تعادل مع نيس سلبيا وموناكو بمشاركة محمد عبد المنم محمد عبد المنم مشارك في هذه المباراة وموناكو فاز 2-1 على مونبيليا دي نتائج الدوريات الأوروبية اليوم نحن نكملين مع حضراتكم نهاردة الفقرة اللي جاية دي فيها كلام حلوة قوي هيحبه جمهور نادي الزمالك من صديق عزيز شاطر جدا ومكتد هو محمد داود جايب حاجات مهمة جدا وجايب حاجات كمان عن اللاعبين اللي تحت السن اللي الزمالك هيجيبهم اللي اتكلم عنهم الأستاذ هاني شكري أدو مجلس الإدارة منذ لحظات خليكم معنا بعد الفاصل فقرة مهمة مع داود كلام حلو يا رب حضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم قبل الفاصل صديق العزيز محمد داود كلام مهم جدا عن فوزي زمالك أمس بي السوبر مع النهاردة كلام حلو وجديد ومع كلام كمان عن صفقة منتظرة لنادي الزمالك داود منور الدنيا يا هاكيمو دايمان الدنيا منورة بوجودك ودائما بكون مبسوط وانا موجود بوجودك وحشنا في رقم عشرة رقم عشرة كمان كان وحشني جدا مبسوط ان انا رجعت وإنبارح الزمالك عمل مباراة محترمة وكبيرة بشكل عام شفت المباراة ازاي ما الزمالك إنبارح لعب بالتزام تيكتيكي كبير جدا من جميز اعتقد ان جميز بيستمر في التفوق الفني على كولر في خلال ثلاث لقاءات بعيدا عن النتيجة وبعيدا عن مصار اللقاء سواء في اللقاء مباراة أو حتى اللقاء السابقة لكن واضح ان جميز بيعرف يلعب كولر بشكل مميز وبيلعبه بشكل مختلف كمان يا كريم يعني لو نفتكر في سنوات سابقة كان الزمالك بيمتلك مديرين فنيين بيعرفوا يلعبوا الاهل بشكل جيد لكن دايما كانوا بيلعبوا كفريق أندردوك فريق بيستقبل اللعب زي كارترون على سبيل المثال كارترون كان جيد جدا قصد النادي الاهل لكن دايما كان بيبقى فريق بيلعب تحت الكورة بيستقبل اللعب وبيحاول يخطف للمرتدات لأول مرة الزمالك بيكون عنده تفوق هو بيلعب الاهل ابن الدية بيحاول يستحوز على الكورة بيطلع يضغط ضغط عالي أو ضغط متوسط بشكل جيد وأعتقد السرف ده الالتزام التكتيكي الكبير اللي كان بيتطبق من جميع العبئ الزمالك خلال لقائنا بارها كلمت كتير عن عبدالله السعيد وزي كان دوره مهم وأشدت به كثيرا أعتقد هتتفق معي عبدالله السعيد مبارح قدم مباراة نموذجية في وجهة نظري في المكان اللي هو بيلعب فيه واللي نوعا ما زي ما قلنا بقى أنا فترة بنتكلم مختلف عن الصورة الزهنية اللي متكونة عن عبدالله السعيد يمكن لو بدأنا بأول صورة موجودة معنا النهار ده وهو شكل الزمالك هنقول لك حاجة نرجع تالي عبدالله السعيد يلا بي بسماعي برضو تليفون مهم جميلة نتطمن كمان على العيبة نادي الزمالك اللي أصيبت أمس وباقي اللاعبين مع المحترم دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك يا دكتور محمد مشرف ومنور دايما بسعد بطاقتك معاه يا سعيد زيك حمي مشكل جدا الله أصحاب الله وألف مليون مبروك أنا عارف أن أنت قابل كمان مهمتك ووظيفتك التلاج المشجع جدا لنادي الزمالك طبعا الله يباك فيك ومبروك لجمالي ومبروك لجهاز الفني ومبروك لجهاز المعامات ويعني الحمد لله يعني إحنا تعبنا وأنا شايفنا هنصدحق يعني جدا كمان الحمد لله عزيم عايز أعلك الأول عن إصابة محمد وشهد معنا داود معك داود حديد يا حديد يا دكتور ألف ألف مليون مبروك ألف مليون مبروك أنا بداية بسألك عن محمد صبحي وحالة محمد صبحي غاب قبل المباراة مباشرة هو صبحي كانت نشتاك كده من شوية تلام في من شاء العضل الأممية وحاولنا بصراحة وإنحنا هو يرحل ما تشبه استوار كان صعب عليه حتى في التنميم ما أدريش يكمله فهو الدنيا الحمد لله وإيسا اشتغلنا معي وفتح السن يعني يخذ الأيام للفضل الأجائزة التي نحن فيها هذه نشتغل ويبقى موجود إن شاء الله مع الفئة وإذا كانت غير مشاكل بإذن واحد أحدين آه يعني إن شاء الله هيلحق مباراة السوبر المصري لا لا هيلحق إن شاء الله هيلحق طيب برضو نتطمن على دونجا وأمر جابر لا لا كان الحمد لله ومبس كان يعني تعرف المقود اللي تعمل ومباراة في الماضي كان يجهد بس وشد عضلي وقلمت مع القدش إن إحنا فضلنا بلده يعني فضلنا إحنا نريحهم أو خلاص يعني نغير لإن كان هيبقى فعب إن تاخد ويسكي في التقاية التوقية دي وننزل حد جاهز وإنسان هم قويسين مشاكل خالص يعني موجودين معنا فعل تميم بيزنة ده الوينش وعمر الوينش وإيه أحمد حمدي أحمد حمدي آه الوينش الحمدو ده إحنا خلاص بنفنش يعني هو دلوقتي آه حيطلع هو تلع يعمل عمرة وبعد كده هيطلع يعمل شغل مصطوب منه المركز متخصص في الإمارات وبعد هنا هنطلع لقرحة ألمانيا يقيم الوضع اللي إحنا فيه ويبص على الورق وهو اللي هيخد بكرة إن شاء الله بالفاينة بالوقت المحدد لرجوعه بس إحنا خلاص يعني في المرحلة النهائية هو مش كويس وإن شاء الله متوقع إمتى يا دكتور متوقع يعني أنا هرد عليك الرابط العلمي هو السكرة إن كل قرح بيحط الوقت بتاعه بناء على القياسات القياسات هي اللي هتحدد أو القياسات الطبيعية اللي هتحدد بس لأخر مرحلة الأخيرة دي هنتكلم في 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 أسبوع فهي إمتى بالضبط وهنحط آخر آخر تطش في التأهيل مش هقضر يخذو لأن إحنا ماشيين بطريق علمية ماشيين متبعين مع القرح فالمرحلة دي فيها من من ست شهور بعد العملية ممكن تعطي ثمان شهور تسعة شهور بعد العملية وده اللي هتقرر القرحلة إحنا نكلم على السوبر المصري تقريبا شهر في صعوبة إنه لو انشيال حق السوبر صار لا لسه إن شاء الله بس نخلص الوراء بتاعنا وربنا يرسى إن شاء الله أحمد حمدي أحمد حمدي دلوقتي ومش كويس هو جلنا طبعا حضر معنا وغفت عليه إحنا كده داخلين في ثلاث شهور من العملية آآ لا لسه قدام شوية طبعا 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 يعني تقريبا لحد يناير الفندم ولا بعد كده بص ما أضعش حدد بس هو بيناير اللي جاي ده آآ اللي هيبقى بعض إن شاء الله بعد شهر بعد شهر دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك بشكر حراك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات المهمة اللي تطمن كمان جمهينا نادي الزمالك قبل السوبر المصري عبدالله السعيد معك طيب زي ما قلتلك بداية البداية نحن نبدأ نتكلم عن عبدالله السعيد نبدأ نتكلم عن شكل الزمالك مبارح في البلوك اللي كان بيطبقه الزمالك كان بيلعب بكتلة متوسطة يمكن لو ده نستعرض أول صورة معنا ونشوف وقفة الزمالك كانت عاملة إزاي ده شكل الزمالك تريبا في أوقات كتير وهو بيلقابل النادي الأهلي لو الزمالك الأهلي تجاوز فكرة الضغط العالي بتاع الزمالك الزمالك بيقابل بكتلة متوسطة هنشوف الرباعي خط الدفاع وهنشوف يا كريم في نص الملعب الوينجين رجعين وفيه اتنين في قلب الملعب دونجا ومين اللي وقف جنب دونجا بيلعب في قلب الملعب كما يبدو كأنه ارتكاز تاني هو عبدالله السعيد ده الشكل اللي كان بيظهر به الزمالك في وقت كبير جدا من لقاء الأمس ويمكن كمان لو شفنا أماكن لمس عبدالله السعيد للكرة في لقاء مبارح لو استعرضنا اللقطة اللي بعد كده اللي موجودة معنا من موقع سبورتس بيز دي أماكن عبدالله السعيد طبعا الزمالك بيهاجم ناحية اليمين ناحية اليسار ده مكان أو جون الزمالك شوف عبدالله السعيد موجود أماكن كتير جدا يا كريم في نص ملعب الزمالك موجود حوالين الدايرة كما يبدو وكأنه لعب ارتكاز في لقاء الأمس لو استمرنا بعد كده وبدأنا نستعرض الإحصائيات لعبدالله السعيد لأن الإحصائيات دي يا كريم أنا وأنا يعني كلنا شفنا أن عبدالله السعيد لكن أنا مبدأت على بقصة على الإحصائيات أنا اتفاجئت اتفاجئت بمعنى كلمة اتفاجئت وخليني أقول للناس أنا اتفاجئت ليه عبدالله السعيد الإحصائيات طبعا ناصد الإحصائيات هو موقع أسبورتس بيز هنلاقي أن الإحصائيات عبدالله السعيد عمل 80 تمريلة بدقة 85% عمل تمريلة مفتاحية وحيدة لم تكن صحية ودي ممكن كانت التمريلة المفتاحية الوحيدة للزمالك في اللقاء التمريلات التقدمية 12 تمريلة التقدمية وتمريلة للأمام في تلت المرأب أخير بدقة 83% كل اللي فات دا عادي يعني كل اللي فات دا ممكن نشوفه من عبدالله السعيد ونشوفه أحسن منه اللي جاي دا بقى اللي مش منطقي ليه؟ عبدالله السعيد عمل خمس تدخلات يعني خمس تدخلات يعني لاعب بيحاول يروغ عبدالله السعيد خمس مرات عبدالله السعيد فاز بالخمس مرات كما يبدو هو كأنه لعب ديفيندر يعني كأنه لعب خط وسط دفاعي طيب يعمل فيها طريق حامد بالضبط يا كريم بالضبط يا كريم أو دونج عشان أقول بالضبط وده أكتر معدل للاعب في الزمالك يعني عبدالله السعيد هو أكتر لعب دخل في تدخلات في نادي الزمالك وفاس بالخمس تدخلات كأعلى نسبة مقاوية في اللقاء التمريرات عبدالله السعيد 8 مرات يقطع التمريرات امبارح بشكل مميز جدا يا كريم أكتر لعب من نادي الزمالك بردو كان عبدالله السعيد بالمناسبة وده شيء زي ما قلنا غريب أن عبدالله السعيد اللي يقوم بالمرضود الدفاعي ده الفوس بالكرة التانية فاس بالكرة التانية 7 مرات كتاني لعبي نادي الزمالك الحصائيات دي بتقول كتير عن المرضود الدفاعي لعبدالله السعيد اللي قرب على سن الأربعين وإحنا متعودين عليه كلاعب صنع لعب لما يلعب ارتكاز ويظهر بالأرقام الدفاعية دي فده رقم مفاجئ عارف ليه ممكن يبقى عبدالله السعيد مثلا مثلا مش بقوة التحامات دونجة مثلا بس عبدالله السعيد تتفرج على المباراة برحب وأي مباراة لعبدالله السعيد هو زكي يا سلام عليك يا كريم زكي يعني فكرة زي لف ازاي يقف ازاي يتحرق يعني فيه تفاصيل كده وانت تتفرج على المباراة بتقول يا لعيب زكي طب ما تيجي نخش على الحالات لأننا جاي بحالتين حالة الأولة بتوضح المجهود البدن لعبدالله والتانية بتبين زكي عبدالله هنا الأول ده أماكن قطع التمريرات لعبدالله السعيد طبعا موجودين حوالين الدايرة رقم كبير اللي هو ظهر به لو استعرضنا بعد كده الحالات بتاعة عبدالله ونشوف عبدالله اللقطة دي في الديئة كاما كريم واحد وسبعين عبدالله السعيد دي هجمة مرتدة للنادي الأهلي البس طالع رايع على مرمى الزمالك اللي عليه الاسبوت لحمر ده عبدالله السعيد موجود في تلت الملعب الهجومي بالنسبة للنادي الأهلي فاللعب متأخر جدا نكمل اللقطة ونشوف عبدالله اللي فين ده عبدالله برضو يا كريم لسه بعيد عن الكرة والكرة دايما هتسبق أي لعب نستمر الكدر الثالث اللي استقلص الكرة وبقى موجود عمل لسبرينت فتح لسبرينت ده في الديئة واحد وسبعين وقدر ان هو يقطع التمرير بالنسبة للنادي الزمالك في ثواني معدودة كان عبدالله السعيد دي واحدة من قطع الكرات المهمة دي لقطة تانية بقى كريم على فكرة الزكاء في تمركز عبدالله السعيد وحركته هنا عبدالله السعيد بزكاء الملعب واقب بالوثبوت شايف ان بيرستاو هيلعب التمرير اللي اللاعب اللي بيجرف داره وسام ابو علي كل اللي هيعمله هياخد خطوة لنحية الشمال يقطع الباص لو استعرضنا لقطة تانية كل اللي عمله يدوب اتحرك متر حاجة بسيطة جدا خطوة قري اللعبة قال لي بيرستاو الحاجات دي بتاعتي ايوه بالضبط ما انا عارف اتا اتفكر ازاي بالضبط قري اللعبة وقري الجيم زهن وحاضر زي ما قلتلك في حاجتين مهمين يا كريم انك لحد الدقيقة لحد اخر لحظة في الماتش انت حاضر بدنية حاضر بدنية وده شيء مهم جدا انك مرضودك الدفاع يكون مميز بالشكل ده وحاضر زهنيا اللي بيقدمه عبدالله السعيد شيء استثنائي ومرة تانية يا كريم مش شيء استثنائي عشان اللي بيقدمه هجومية عبدالله السعيد لو بقى عنده خمسين سنة ونزل في الملعب هيفضل يطلع تمريرات وهيفضل يلعب لعب لكن لما تكون في السنة ده وبتقدم المرضود الدفاعي ده البدني ده والبدني ده شيء استثنائي استثنائي بكل المقاييس الممكنة انا مع كامل الاحترام يعني انا مش عايزة بالغ يعني انا مشوفتش لعيف في تاريخ كرة القضب المصري قدر يحافز على نفسه زي عبدالله السعيد في تاريخ الكرة يعني مش ببالغ حدا يقولي مع عصامر حضر 45-46 وقف تحت الثلاث خشبات دي كصة تانية لكن لعيب وداخل على الاربعين قادري يبقى بهذه القدرات البدرية حيتقولي فيه لعيبة كبيرة كملت واي حاجة بس مش بالقوة دي وكمان يا كريم في نقطة مهمة تانية انه بيعيد اكتشاف نفسه بمعنى الناس متعودة على عبدالله ايه عبدالله الماسترو عبدالله اللاعب رقم عشرة اللي بيلعب فولات اللي بيسدد اللي بيطلع بيطلع أسستات لكن عبدالله اللي بينزل يطلع من تلت الملعب الاول يطلع بالكورة ويقف يدافع ويقفل زوايا تمرير ويطلع يضغط يبقى أكتر لعب من الزمالك بيعمل تدخلات على المنافس وبيفوز بالكورة لا كمان زي ما قلتلك فكرة ان انت بتعيد اكتشاف نفسك بتعيد اكتشاف نفسك فأدوار أصعب لها الأدوار الدفاعية صح شيء ممايز من عبدالله ايه حكيت بقى صفقة الزمالك الجديدة اللي تحت السن اوكي طيب انا لاعرف ان التفاصيل كلها معاك واتحكي لنا كل حاجة دلوقتي طيب انا قلت ان انا غايبك بيك بقى لي فترة كبيرة كعن اخويا كريم رمزي فنفعش اجي ايدي فاضي اه جاي لي بهداية فنفعش اجي لك ايدي فاضي كان فيه مغلاما بعض الأدندية فراح التوجه ان الزمالك يفكر في فكرة ان هو يضم مدافع يقدر يتقايد تحت السن يكون مدافع افريقي والزمالك يستفيد به وكل الاخبار عن مدافع قادم من غين يا بساو ان خلاص اللاعب موجود في مصر او الزمالك هيقدر ان هو يفنش الديل معاه خلال الفترة القادمة بعد لقاء السوبر الافريقي لو ممكن بدأنا نستعرض بروفيل اللاعب عشان نستعرف دين اللاعب عنده كام سنة كام بيلعب فين هو جيفيرسون كوستا لعب عنده يا كريم 19 سنة بالزبط هو ده جيفيرسون كوستا لعب عنده 19 سنة الجنسية من غين يا بساو الفريق اللي بيلعب فيه حاليا يا كريم اكاديمية بينفيكا واكاديمية بينفيكا بتلعب في الدرجة الرابعة انت عارف كل نادي بيبقى عنده فريق تاني وعنده اكاديمية الفريق بيلعب في الدرجة الرابعة لعب كل ما سرته وتأسيسه كان في البرتغال والتأسيس كان في البرتغال وممكن بعد كده نروح على أماكن استلام أو اللقطات اللي احنا جايبينها لللاعب أول حاجة معانا أماكن لمس اللاعب للكرة الموسم الحالي احنا قدرنا نلاقي لللاعب ده 3 ماتشات لعبهم السنة دي في الدرجة الرابعة وده شيء ولو تعلمون عظيم ان احنا نلاقي لللاعب بلعب في الدرجة الرابعة في البرتغال 3 ماتشات ونحللهم حاجات داود يا جماعة بس لو في الدرجة السبعة هجيبها يعني طيب برضو عشان نقول الإحصائيات دي مصدرها إيه لأن دا المكان اللي قدر يوفر لنا الثلاث ماتشات هو منصة سبورتس بيزي العالمية هي اللي كان موجود عليها الثلاث ماتشات وإحصائيات اللاعب والفيديوهات بتاعته اللي تفرجنا عليها ونبدأ نقول للناس نستعرض أرقام وبعدين نخش للناس المنتظرينه أكتر الفيديو ومعانا فيديوهات كتير هنتفرج عليها لللاعب اللاعب خلال الموسم الحالي لعب أربع مبارات لكن اللي كان متوفر دا كان أماكن لمس اللاعب للكرة في الثلاث مبارات اللاعبهم المراضي بشكل سريع هو بيلعب مدافع نحية اليمنى لكن لو رجعنا للإحصائيات اللي الناس ممكن تكون حبة تسمحها زي ما قلته يا كريم هو لعب أربع مبارات اللي كان متوفر معنا ثلاث مبارات لعبهم في الدوري ومبارات الكأس ما كانش متوفرة معنا زي ما قلنا اللاعب دا لعب ثلاث مبارات أول شيء بدأنا بيه لأن دا شيء نوعا ما غريب على فكرة أنه هو لعب مدافع هو جات له فرصتين أنه هو يسجل في الثلاث لقاءات اللاعبهم عمل ثلاث تمريرات مفتاحية يعني إيه تمريرات مفتاحية؟ دا تمريرة حط تزميله فرصة أنه هو يسجل هدف وده شيء مهم وإزاي مدافع عمل دا هنشوفه في الفيديو آه التمريرات المفتاحية دي لو كان زميله يسجل منها بقى يتأسست شكرا بالزبط كده يا كريم تمريرات لتلت الملعب الأخير عمل 8 تمريرات لتلت الملعب الأخير معدل التمرير لكل 90 دقيقة بيشاركهم تقريبا 48 تمريرة بدقة 86% دا رقم مهم جيد دا رقم جيد وكمان أنه المعدل أنه هو بيكون حاضر في الموضع كتير يعني مش بيكون لعب معزول عن اللعب معدل التمريرات الطولية وده رقم كبير برضو 8.5 تمريرة تقريبا لكل 90 دقيقة بدقة 57% دي تعتبر دقة جيدة بالنسبة للتمريرات الطولية معدل أطع الكرات وده من الأرقام المهم جدا أنت بتبص الأيوم دافع ليه لأن دايما كريم الناس بتبص المدافع لما يبقى في موقف واحد على واحد هيعمل إيه بس هو المدافع الذكي لما يضطرش أنه يحط نفسه الموقف واحد على واحد اللي بيطلع يقطع التمريرة بشكل استباقي فما يحطش نفسه في فكرة أنه ممكن يبقى عندي احتمالية للمراوحة لأ أنا طلعت بدري أطعت التمريرة بشكل مبكر هنا بيمتلك معدل 6 لكل مباراة التدخلات عمل 3 تدخلات فقط وده ممكن يبقى شوية إنعكاس على الرقم اللي قبل لأنه ما تحطش في موقف واحد على واحد كتير وتلات مرات بس في التلات مباريات نجح في واحد وتم مراغته في مرتين بعد كده الصراعات الهوائية دخل في 7 صراعات الهوائية فقط ضكة صراعاته الهوائية 43% ممكن بعد كده هنبدأ نستعرض الفيديوهات الناس تتفرج على اللاعب وتبدأ هي كمان تقول حكمها ورأيها عليه لو بدأنا نستعرض الفيديوهات بالترتيب نعرض الحالات طيب خلاص دي الفرص حالات هتلاقيها بس مع داود بصراحة أكيد محدش شاف الحالات دي غير الموجودين في نادي الزمالك وداود هنا معنا فرقة مع عشرة طيب خلينا نبدأ نتكلم دي الفرص اللي جات لللاعب طبعا دي كان بفرصة ممكن يسجيها لكنه ما استقبلش الكرة بأفضل شكل ممكن ودي شوية من الحاجات اللاعب ممكن يتطور عليها مرة تانية هو لوقف على القائم البعيد رجع بشكل كويس من منطقة التسلل وكان فرصة سهلة جدا أنه هو يسجل هدف لكن واضح أنه هو في الفينش على الجول محتاج يتطور هنا بنتكلم عن تمريراته المفتاحية هو اللاعب اللي بيستلم الكرة هيلعب تمريرة طولية بتحط المهاجم بشكل مباشر في انفراد يا كريم لو طبعا الناس كلها هيجي في ذهنها سيف الدين الجزيري التمريرات الطولية دي ما لعبها لسيف الجزيري مرة تانية الراجل الكرة الطولية ده سبب تمريراته المفتاحية الكتير اللي احنا قلناها في ثلاث لقاءات عمل ثلاث تمريرات مفتاحية تروع على طول على المهاجم بيوفر مساحة كبيرة من اللاعب مرة تالتة هنشوفه فكرة التمريرات المفتاحية هو اللاعب اللي بيستلم على طول وهيلعب الكرة الطولية زي ما احنا هنشوفه بيحط المهاجم تقريبا هو والجول فده من المميزات اللي ده عند اللاعب جنسيته ايه؟ غينيا بساو اتخب غينيا بساو ده مع جنسية برتغالية ولا هو من غينيا بساو اعتقد ممكن يكون اخد الجنسية برتغالية بس هو بالاساس من غينيا بساو هنا تمريرات اللاعب بشكل عام الناس تتفرج عليه في التمرير واحنا جايبين الحلو والوحش يعني احنا مش بس جايبين الحاجات المميزة احنا جايبين عشان الناس تتفرج عليه كانوا تتفرج عليه بشكل حيادي تام ماشا هنا تشوف تمريراته على طرف الملعب لللاعبين واضح ان دايما الجول هو اللاعب اللي بيتم الخروج من عليها كريم لكن يكون شيء شوية مؤلئ أو يمكن دستايل اللعب بتاع الفريق بكل تأكيد مش برضو مش بيشتت لا 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 مش بيشتت زي ما قلت لك وبيحاول يطلع الكرة على أطراف الملعب وحنا جايبين له حالات في مختلف مراحل اللعب تشوفه هو بيعمل كل حاجة يعني بدأنا من الهجوم والتمريرات المفتاحية والتمريرات العادية وبعد كده هنشوف هنا هنوقف سانية بقى ده جانب ممكن يكون سيء شوية كان موجود عنده أو ظهر أو سلبي بالضبط الأخطاء اللي مرت بها وده بيحصل معايا مدافع الأخطاء اللي هو عملها اللي تسببت بفرص على فريقه دي واحدة تلت أخطاء ارتكبهم خلال الموسم الحالي لو استمرنا نكمل بقى اللقطة دي كانت فرصة خطيرة على فريقه هو وقف غلطه هو وقف غلطه وما كانش يتعامل بقى الكرة هو اللعب اللي هيبه في الالتحم الهوائي ده والمهاجم هيقدر يفوز منه بالالتحم الهوائي هنشوف كمان لقطة تالتة هو اللعب اللي هنا واللعب هيجري قدام على القريبة ياخد يسبقه وياخد منه الكرة لكن ما كانتش كورة خطيرة يعني ما تسببش بأهداف مباشرة لكن نقلت لك أخطاء نوعا ما كانت موجودة الالتحمات الهوائية بتاعت اللعب نشوفه في الهواء لأنه لعب نوعا ما طويل القامة يا كريم وده حاجة مهمة بالنسبة للمدافعين نشوفه في الالتحمات الهوائية المختلفة الهوائي أو حتى خسره احنا بنتفرج على اللعب بشكل عام وبهر الزمالك يتعرف على اللعب يتفرج عليه ويشوفه ويقيم ويقيم بالزبط احنا بنقول للناس اللعب هو انا شخصيا قيمت اشيقول لك تقييم عارفوا منك بعد الهواء طيب لا سواء سلبا أو إجابا في الاخر الحكمة عليه هيبقى في الملعب كل تأكيد وبرضو يا كريم احنا بنتكلم عن لعيب شاب عنده 19 سنة لسه قدامه فرصة كبيرة انه هيكتصب خبرات كان بلعب في الدرجة الرابعة في البرتغال وان كان بلعب في اكاديمية كبيرة ومشهورة جدا تعرف بين فيك حدث ولا حرك في البرتغال لكن زي ما قلت لك بلعب في دوري نوعا ما مش دوري قوي هنا هنشوفه بقى في قطع التمريرات بيتعامل ازاي مع التمريرات اللي بتتلعب زي ما قلت لك هو بيقطع تمريرات بمعدلات نوعا ما تعتبر كبيرة قبل ما يخش فكرة واحد على واحد لا هو بيقطع التمريرات هنا حتى بيطلحها بباص مميز جدا نستمر مرة تانية مع فكرة قطع التمريرات من جيفرسون كوستا المدافع اللي ممكن يكون قبقى وصينة او ادنى من الانضمام لنادي الزمالك مرة تانية نتفرج عليه زي ما قلت لك واضح انه هو براسه بيقدر يتعامل مع كرات جادة لكن فيه كمان كرات تانية ممكن تكون شوية الكرة بتخونه هنا مثلا الرأسية دي انه هو رجحها الراسه لو قصد انه هو رجحها المدافع هيبقى شيء جيد لكن لو قلشت من رأسه ممكن يبقى شيء مقلق لانه مرة تانية هنشوف الطايمينج بتاعه فيه زبط الكرة بالرأس هنا ما كانش افضل شيء برضه يعني لم يتقن الرأسية زي ما قلت لك لعيب عنده مساحة كبيرة جدا لتطور هنا الراجل خات قررت انه هو يشتت الكرة بشكل مباشر لم تتماس ما وقفش على الكرة وحاول انه يخرج بيها زي ما قلت لك دي حاجات بتيجي مع الخبرة هتبقى لنا اخر حاجة ممكن نبدأ نشوفها بعد كده من جيفرسون كوستا فكرة التدخلات في مواقف واحد على واحد لما واحد من اللاعبين يحاول يروغه بيتصرف لزي ما قلت لك يا كريم الزمالك بيعاني بشكل كبير جدا من فكرة خط الدفاع عنده ان الزمالك محتاج يدعم بمدفعين جيفرسون كوستا كان واحد من الحلول المطروحة قدام نادي الزمالك فكرة الدعم بتاعت السن واعتقد كمان ان غير جيفرسون ممكن الزمالك يفكر ان هو يتعاقد او يحاول مرة تانية ان هو يتعاقد مع واحد من المدفعين في الدورة المصري ده واحد من المراكز اللي بتسبب نوعا ما ازمة وبتقرق جمهور الزمالك حاليا موضوع اللاعب تحت السن ده بيبقى مطملك انه يقدر يخش بسرعة مع الفريق ولا بيقوم محتاج وقت طيب في مصر يمكن شوية الموضوع بيحتاج وقت خاصة لما اللاعب اللي تحت السن ده بيكون من جنسات مختلفة بتحدث لغة مختلفة يعني ممكن لو لعب عربي شوية يقدر ان هو يتأقلم سريعا لكن فكرة ان انت بتجيب لعب افريقي لسه صغير في السن خبرات ومش اكبر شيء ممكن في الدولة المصري شوية اللاعبة دي بتعاني خاصة لما تروح تلعب اهلي او زمالك عشان كان دايما انا وجهة نظري ان الجمهور محتاج يكون صبورة على اللاعبين اللي تحت السن هنا في النهاية فكرة ان انت يكون عندك لعب عنده 19 سنة تقدر تعتمد عليه في الفريق الاول حاجة مش بنشوفها مع اللاعبة المصرية كريمة اصلا فتبقى لك انت سايب بلده وجاي وعنده 19 سنة فطبيعي ممكن ما يخش في الاجواء بسرعة ما عندهش الشخصية دي لتدخله الشخصية ولما ياخد وقت الجمهور محتاج يبقى صبورة عليه لان اذا قلتلك اللاعب ده عنده مساحة يتطور عنده مساحة يكتسب خبرات عنده مساحة يكتشف نفسه عنده مساحة يكتشف البلد اللي هو جاي يعيش فيها وزميله ويتأقلم على الاجواء هل متيابة ظلم جماهريا؟ هل متيابة ظلم جماهريا؟ في النهاية حكم الجمهور دايما باللي بيشوفه داخل ارض الملعب يعني الجمهور مش محتاج ان هو يكون عنده النظرة بتاعة الادارة ان انا قعد اقول ده ممشور وعيب اه جمهور انا لايب اللي بيحصل في ارض الملعب يعني متيابة لما لعب لقاء الاهلي وقدم مردود جيد جدا الناس اشهدت به في بعض اللقاءات التانية لما قدمش المردود المطلوب منه الجمهور ما كان عليه شوية من اللوم زي ما قلتلك جمهور الكرة دايما الحكم بتاعه حكم لحظي انت النهاردة عملت ماتش كويس زي ناصر منسي كده عملت ماتش ممتاز هشيلك فقراس ماتش بعد كده مش افضل شيء هاجمت بس انت شايف انه الصبر على متيابة كان ممكن يطلع سمار في المستقبل؟ بكل تأكيد لان فوجة نظري الكيس بتاعته المتيابة كمان مختلفة شوية لان انت بتعامل مع لعب دولي لعب نجم منتخب بلده ومنتخب بلده ممكن الناس بتتكلم ان منتخب اغندا نوعا ما مش اقوى منتخب داخل كرة افريقيا لكن الجيل الحالي المنتخب اغندا جيل مميز جدا جيل احرج الجزائر جيل فزع على غينيا مرة وتعادل معها او غينيا اللي تعادلت معها مرة بشكل انفس قدر ان هو يتعادل مع جنوب افريقيا في جنوب افريقيا بهدف لجنوب افريقيا في السنة الاخيرة فالجيل الحالي الاغندا هو جيل صاعد بقوة بالمناسبة وده ممكن يظهر في كاس الأمم الافريقيا الجاية فلما يبقى عندك لعب عنده 19 سنة يلعب دولي مع منتخب بلده هو عنده 16 سنة هو نجم الجيل ويجي يلعب معاك ويتجربه في مطشاط مهمة زي مطش الاهلي ويزبط جدارة فاعتقد لا ان المتيبة كان محتاج فرصة وصبر اكتر من الزمالك عليه لانه زي ما قلتلك هو لعب في بلده يعني لعب اثبت نفسه لان لو انت بتتكلم على المنافسات داخل افريقيا ايه اصعب حاجة تصفيات كاس العالم كاس امم افريقيا تصفيات المهيلة الكاس امم افريقيا دي اصعب حاجة لما بتقابل اللعيبة اللي جاء من اوروبا اللعيبة اللي بتلعب في افضل مستوى لعب المباراة دي بشكل كتير جدا مع منتخب اوغندا وكان واحد من نجوم اللقاء ويكفي مباراة الجزائر اللي سجل فيها هدف وكان نجم منتخب اوغندا طيب داود عايزه عليك الزمالك محتاج ايه فاضل له ايه يا خبره افتكرت الرد اسلام عزت بس يعني الزمالك بعد ما كسب مبالاة السوبر محتاج ايه فاضل ايه عشان تبقى الفرقة مكتملة طيب وانت بتتكلم عن فرقة مكتملة لا الزمالك قدامه مساحة كبيرة جدا ان هو يطور في الاسكواد بتاعه عشان يوصل لمرحلة الاكتمال انا بفجة نظري ان الزمالك حاليا مش بيدور على الاكتمال كان الزمالك بيدور ايه افضل فرصة ممكنة عندي عشان اوصل بالاسكواد بتاعي لأعلى مكان ممكن حلوة دي لان الزمالك لو انت معاك في الجوز تأكيد كنت ممكن تفكر فكرة الكمال لكن انت لو تبص على مركاته الزمالك بالمناسبة كريم الزمالك ما دفعش فلوس كتير الزمالك دفع 3 مليون في امبي في محمد حمدي اول قصة اللي عمر فرج لسه هيدفع تقريبا بعد سنة بنتاك جايب نظام الاعارة مش لك جايب اعارة والفريق الاحد هيتحمل جزء كبير من راتب اللاعب ففكرة الماديات بتحكم شوية مركاته الزمالك زمالك زي ما قلتلك بيحاول يدور ايه افضل فرصة ممكنة ان انا اطور الفريق وهيعمل كده ايه اللي الزمالك محتاجه بكرة زمالك محتاج مدافع يقدر ان هو يتعامل يكون موجود دايما ورا حمزة المسلوسي ويكون فيه منافسة مع حسام عبد المجيد محتاج لعب في خط الوسط مع دونجا لان زي ما قلتلك فيه حاجة مهمة جدا يا كريم وده يرتبط بلقاء القم زي ما لك عنده لعيبة لو على قد ماتش واحد تقدر تعمل جيم كبير جدا بمعنى انت لو احتاجت دونجا ده في ماتش كبير في نهائي كونفدرالية في نهائي سوبر افريقي ممكن يقدم لك جيم كبير جدا احتاجت وفروز نامة ماتشات متاعة كونفدرالية ذهب وعودة يقدر يقدم لك الماتشات الكبيرة دي بس مشكلة دونجا فيهن؟ في الاستمرارية على مدار موسم وانت بتنفس في الدوري نفس المشكلة عنده حسام عبد المجيد ان اللعبة دي عندها دقات جايدة جدا بس ما عندهاش الاستمرارية فدائما فيه مساحة للأبجريد مساحة ان انت تجيب لاعب زي ما قلتلك يكون عنده استمرارية اكبر او حتى لما اللعبة دي الكرف بتاعهم يقل يقدر يقدم الاضافة بالنسبة لنادي الزمالك فالزمالك فوجة نظري زي ما قلتلك محتاج لعب في خط الدفاع محتاج لعب فيه لعب رقم 6 مع دونجا وزي ما قلتلك اي تطوير هجومي محتمل محدش يكره داود شرفت ونورت انا حيب اشكرك شكرا جزيلا شكرا جدا ليه كريم ممكن تمسوط انا وجود لسه كمالين مع حضراتكم بعد الفاصل هشرفني ونورني الاسادزة احمد جلال وعمر سروت ومهاب ممدوح كواليس مهمة جدا بعد مباراة الاهلي وزمالك السومير افريقيا خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة اخرى شرفني منورني في هزي الفاكر الاستاذ احمد جلال وعمر سروت ومهاب ممدوح الزملاء الاعزاء وكثير من الكواليس المهمة جدا استاذ احمد منور الدنيا كالعاد انا اخليك اصد كريم وصحيب التوجب معك دايما ومع اصدقائي العزاء استاذ عمر وستاذ مهمة يا عمر بنور الدنيا يا كيمو مسأل فولي مخصوطا انا معاك ومع استاذ احمد جلال ومع اخوي مهاب مهاب بنور الدنيا ملك الشياق اه طبعا لا لا هو العادي بتاعه انه بالزبط النهاردة بنور يعني هلسه هولي استاذ احمد بداية بمعنها حكاية اتكلم عنها الناس كتير مبارح واكلمك طبعا عن مبارات السوبر وتفاصيلها بس ايه موضوع اللي حصل بين افشا وامام عشور يعني الناس كلها شافت اثناء المراسم بعد فوز الزمالك بالسوبر ان كان فيه نوع من اللوم والعتاب والتوبيخ ما بين افشا وامام عشور لدرجة ان ياسر براهيم تدخل عشان يبعد افشا عن امام عشور والموضوع ما ياخدش حيث كبير لكن ده برضو حصل في قط اللبس تكرر نفس الماشة في قط اللبس في قط اللبس في قط اللبس بس كمان اكتر من اللعب مش افشا فقط السبب الرئيسي ان اللعابة الاهلي كانت بتلوم وقولهم طبعا افشا زي ما الناس كلها شافت بتلوم امام عشور ان هو ركز كتير قوي في الديبيت او الاشتباك مع نبيل عماد دونجا لعب نادي الزمالك قالوا انت ما كنتش مركز الملعب انت ما كنت مركز في هذا الاشتباك كان ممكن ان احنا نبقى شكلنا احسن لو انت كنت مركز لكن للأسف انت ما كنتش في حالتك الطبيعية وانزلقت لهذا الامر وده فافقدنا كثير من قوتنا وده كان يعني محور يعني النقاش اكتر من اللاعب مع يعني امام عشور ويعني فيه اكتر من مشهد كمان حصل في قط اللبس منها يعني اصرار اللعب الكبرون وهم يواسوا يحيى عطية طلة بعد الهدف يعني سجلوا نادي الزمالك وبعد ركلة الجزاء اللي ضعت منه حقيقة ان يحيى عطية طلة كان ماشي بشكل كويس حتى في المتش ده لغاية الكورة بتاعة الكعب اللي هو قدت لان عمر جابر استغلها والعبها وجاب منه هدف الناصر منسي وهدف التعدل لكن يعني اللعبة قالت له ركلات الجزاء بتروح وتيجي الاخطاء وردة اللي جاي مهم وصعب عايزيك تكون أكثر تركيزا بحيث نوم يخففوا العبرة عنه عشان يخرج من الحالة الصعبة اللي كان فيها مبارح لان طبعا أول واحد شال الليلة كان يحيى عطية طلة هايل عمر كواليس ما حدث في النادي الآلمة بعد المباراة في تغيرات هتحصل في الجازة الفني هل في تغيرات هتحصل في اللعبين هل في إضافات هتحصل في الفتر حالية ايه الوضع حاليا في النادي الآلمة بصه طبيعا مع أي خسارة كريم الناس يبدأ تتكلم على يعني بيضعوا على كبش الفدى فالساعة اللي فاترت كان على الكابتن سامي أمصان والكابتن يعني يبقى فيه مدير كورة موجود في الفريق الفترة الجاية خلينا أقول لك المعلومة مؤكدة مش هبقى فيه أي تغيرات خالص جوه النادي الأهل الفترة الجاية الهزيمة خلاص يعني ملفه تقفل كابتن محمود خطيب بتواصل مع الجهاز الفني والكابتن سامي أمصان ومواصل كورة هيبقى فيه استقارف تاهم الفترة الجاية عشان التركيز على مطش السوبر فكرة ان كابتن سامي أمصان يمشي او ان يبقى فيه بعض التعديلات او يضيف بعض الإضافات على الجهاز الفني دي مش مدير كورة برضو المعلومة الغير الوقت مفيش حاجة لكن لو هيبقى فيه الوحيد اللي ممكن هيدخل على الجهاز الفني كابتن أمصان اللي هو عضو لدي من التخطيط يعني لو هيبقى فيه تعديل وده يعني احتمال ضعيف جدا لو فيه تعديل هيبقى كابتن محمد رمضان يدخل مضيف كورة ده احتمال ضعيف جدا لكن لحد اللحظة اللي بكلمك فيها كابتن سامي أمصان مكمل زي ما هو في منصبه مضيف كورة ومضيف بعض الإضافات لكن ما بسعدش الأساسية دي بس مضطر أولا فيه عنوان قريته النهاردة عنوان ممكن يتكتف مثلا في التسعينات بصراحة يعني يريد بقى العنوان كان الكابتن محمود الخطيب يجدد الثقة في مرس الكورش وانا بقول ليه في التسعينات مش بسخر من اللي كتب العنوان ده بس دلوقتي بقى فيه عقود صحيح وراجل نجح جدا وفي تفاصيل كتيرة فكسة انه مطش يخسر وفهيمشي وده كمان ما بيحصلش في المدين والدجة خلي بالك معلومة يعني اولا يعني الدنيا جوه النادي الأهلي مش أحسن حاجة بعد الخسارة والناس زعلانا كل حد لكن في الأخير ما بيتعاملوا مع انها بطولة مش عايز اقول بطولة شرفية ولكن بطولة وانتهت خلص مبرة وانتهت حيث التركيز الفترة الجاي على كاسل الصوبر المصف هل سيبتكش التأكلي ده انه ما فيش أصل ما فيش أيحة خالص يعني اه طبعا فيه تقارير حتتقدم لان دي أكل شعب تتقال اللي هو فكرة انه يرتب تقريب ويه وكل ده كل ده ده تمام لكن فكرة التغيبات اللي هتحصل او ان فيه صورة التصيح هتحصل او ان فيه لعيبة هتمشي او ان فيه لعيبة جاء كل ده ده مفي شائحة خالص الدنيا هتمشي زمهاية الفرقة واخدأ اجازة لمدة اسبوع حيرجع ايطمدانه حيبقى فيه تركيز على الفترة الجاية عشان ينضف يعوض بطولة الصوبر اللي النادي اللي هليخسبها هاي الزمالك هياخل مكافأة محترمة في الصوبر طبعا صح والزمالك في امس الحاجة لأي مكافأة لأي مكافأة اللي عمنا الصعبة تحديدا اولا المكافأة تبقى كم تعريبا 2 مليون دولار 2 مليون 2 مليون دولار هيعمل بيهم الزمالك هيعمل بيهم ايه باختصار كلمتين زيزو وباتشيكو فرجاني ساسي زيزو مقدم تعاقد كبير وانهاء مرفة تجديد لتلت مواسم بعد جلسة هيتم عقدها كريم بعد 6 ايام تحديدا بعد عودة لعيب الزمالك من الأجازة اللي منحها جوزي جومز ليهم تمام جلسة هيتم عقدها في منزل كابتن حسين لبيب بحضور أستاذ مندوح عباس اللي هيساهم في تجديد عقد زيزو مع المبلغ المتوفر من مكافأة الصوبر طب الغرامات الزمالك بيطول في قصة باتشيكو فرجاني ساسي بحيث يطول المدة شوية وبحيث نواه يخفض برضو المبلغ شوية لكن الزمالك عايز يستخدم برضو المكافأة دي في إنهاء ملف الغرامات تماما أكبر غرامة باتشيكو وبعدها فرجاني ساسي وفيه جزء متبقي لخالد بطيب هيتم برضو دفعه عشان موضوع القيد ده ينتهي تماما جدا وموضوع تشمبونج بمناسبة الغرامات انتهى تماما وتم التواصل مع محاميه والمبلغ المتبقي ادفع له والموضوع انتهى فيش جزء رمضان الصبح لا ما فيش جزء رمضان الصبح جزء رمضان صبحي متوفر يعني فيه رمضان صبح فيه رمضان صبحي متوفر لكن الأمور صعبة شوية اللاعب عنده رغبة لكن الأمور صعبة شوية ان انت تخلصه من بيرامدز لان عقده ممتد لحد 2027 جزء الفلوس المتوفر الرمضان صبحي موجودة بمساهمة رجال أعمال لكن الفكرة انت تخلصه من بيرامدز خاصة ان بيرامدز طالب مبالغ مستحقة لي من صفقتاي دونجا وعمر جابر وعبدالله السعيد ففيه مبالغ متبقية قديمة أصلا فالموضوع صعب شوية محتاج مفاوضات أطول لكن القصة مع اللاعب تقريبا خلصة طيب هسألك على سر الاحتفال عمر كبال عبدالواحد ببارح بعض ضرب سألك القصة خلصة من هجمل لك هو بس عايز اسمع معلوماتك عن حكاية رمضان صبحي رمضان لا لعب في الزمالك حتى يعتزل رمضان صبحي لن يلعب في الزمالك حتى يعتزل يعني ما عنده السرق رمضان لا رغبة لدي في اللعب للزمالك أصلا لا النهاردة ولا بكرة ولا في أي يوم رمضان يعني لم يفكر ولن يفكر ومن هم حاولوا يسيطرون علي تماما رمضان مش هلعب في الزمالك ولا لما عبداللس يتكلم ولا أي حد كبقات الفيديو ده يبقى فيديو تاريخي أنا بقولك الفيديو تاريخي وأنا بقول لك رمضان لن يلعب في الزمالك تم تسببها نفتحها شوي أطلقاً لن يلعب في الزمالك محمية ما اسمعنا الكلام وأنا بقول لك رمضان لن يلعب في الزمالك حلو نرجع للفيديو نازل نرجع للفيديو نرجع لك للفيديو ده مهر بالزبط اللي افنين موجودين طيب امبرح عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة واحتفالهم والقلق اللي حصلوا ليه تحتفلوا بالطريقة ديت والضربات الترجيح لسه شغالة وانت مكنش متقدم حده في ضربات الترجيح أشخاصين انتقدت هذا الأمر يعني أنه عادة لعبت النادي الآن بتبقى ملكزة جداً في شغلها وفي المجهود اللي بتعمله يعني هو السوش ربيعة طبعاً ما أثرها على الناس كلها طبعاً هو فيه لعيب كرة سلة مشهور قوي في أمريكا بلعب يعني بيحب من الاحتفال ده اسمه نايت نايت حتى يعني يوم بيعملوا اللعيبة بيقلدوه ورمرة بيعلدوك أكثر من اللعب آخر لكن عمر كمال عمل الاحتفال ده يعني أكثر من مرة وهو في مودر يعني الاحتفال ده عمله أكثر من مرة حتى هو في مودر أنا أحاول بس يعني إيه أثبتلك ده بالدليل قطع قدام المشاهدين ديواتي والشباب عنده يا جماعة دوروا على سورة لعمر كمال وهو في مودر يعني ياريت يا جماعة لو سورة مش عارف أهي يعني مش عارف دي هبان عندك حلل الإضاء حلو أدي صورة لعمر كمال أنا أنا هستأذنك هستأذنك حنبعتها اللي أحمد الدرامالي هنبعتها دلوقتي لأحمد الدرامالي أستاذ أحمد الدرامالي رئيس التحرير أدي مع نجوم مودر لهم عشان الناس تبعى عارفة اللي احتفال ده كرر أكثر من مرة طيب عمر كمال عبد الواحد وانت بتبعت كده متعود انه يعمل الاحتفال ده في مودر رامي ربيعة بيقلت بقى بتاع نايت نايت لكن عمر كمال نفسه قالك أنا ما شفتش رامي هو بيعمل الاحتفال طب هو ليه برضو عمر عمل الاحتفال ده في الماتش ده تحديدا برضو دي نقطة يعني يعني يا مفروض انها مبرر لكنها قد تأخذ على يعني أخونا عمر كمال انه هو يعني وعد ليلة أخت خطبته انه هو يعمل الاحتفال ده لانها كانت بتقلده فقال لها أنا أنا بأول ما هجيب جون هعمل نفس الاحتفال وبرضو الصورة عند أخونا أحمر الدرامالي أنا عرضها حالا دلوقتي عشان الناس تبعارف فا دي برضو من الحاجات يعني اللي أنا مندهش لها يعني الفكرة السوشيال ميديا مؤثرة لان العاية الاهلي كانت بتفكر ازاي تحتفل بالكاس ازاي لو جبت جون هعمل ايه لو في بعض الناس بلت بتشتغل المقولين بقول لك يتعني تقاول النهار ده أنا هعمل مداخلة مع فلان بكذا ولو تلاها تضيف عند فلان بكذا وفي تلات اربعة بده هم اللي هتعلموا القصة دي فالناس يعني احتفلت وشكا بلا كان بيكلم صح لعبت الاهلي احتفلت ومعض الجامير احتفلت وكان فيه ثقة زي ده أنا مش عايز أحمل كل حاجة لحمد بلالة لفكرة لان الموضوع ده كان نهج عام واحمد بلال جزء منه بس كمين نحمد فالناس بدأت بيكلم بيستمسك فاحنا بلال لكن القصف فاضل هو بس في نقطة وانا اتمن بها انه عادة او مش عادة الغربية العظمة رشحه النادي الاهلي بالنسبة ما انه يفوز بالمباراة دي لاسباب المتعلقة باستكرار فني واداء في الفترة ترشيح حاجة بالضبط جاءة ولكن مش بس كوستكابتر حمد بلالة هو اكيد انا وانت والجميع يرفض ابدا اي شخرية من نادي الزمالك بالتأكيد صح كده بالتأكيد فهو لو حد زعل فزعل من فكرة السخرية من نادي الزمالك وليس انه انت اديت رأي فني وقلت ان ممكن السخرية دي اللي عملها احمد بلال وعطر انا مش هنا مش بدافع احمد بلال اقول لها جزء من التركيبة لكن في نوع من الثقة زائدة كانت موجودة جدا في الفرقة وعايز اقول لك ان الثقة زائدة انعكست على بعض الامور يعني اللا اراديا اللي عمله هيحي عطيها طلق ده جزء من الثقة زائدة اللي كانت موجودة يعني لو بلاخد المالش بشكل اكثر جدية مش هتعمل كده الكرة زائدة على الاقل هتطلعها بره ده كتوقك وتستلم وترجع وتسلم وفي كرة فاول المباراة امام عشور حاول يعملها بالكعب والاطلقبات فيها فكرة الكعب دي بقت مشكلة ارجع كده بالهدف اللي كان جزء من حسب الدوري هتلاقي ان الشيبي عمل كعب زي ده اتقطعت وامام عشور خدها ولعبها ديوشان وعالي جاب الجون اللي الاهدى الاهلي ثلاث نقاط في هذه المباراة الحاجات الصغيرة زي التفاصيل الصغيرة بتفرق في مكسب ماتش بتفرق في مكسب بطولة وده اللي حصل صحيحة الزمالك كان دي ضاغط ومستحوز لكن فكرة ان انت لما الكرة دي اتقطعت الموضوع زاد الحماس عند الاهدى الزمالك واللي هم اصلا لازلين بصراحة عايزين ياكلوا النجيل عايزين يثبتوا يثبتوا نفسهم امام النادي الاهلي ويثبتوا نفسهم امام كل من حاول ان يقلل من شأنهم وبالتالي سوشال ميدي مع فكرة ان اللعبة بتحتها في البدر مع فكرة المقاولة بقى المكسب وهنعمل ايه وهنسوي ايه كل ده انعكس بحلسة البيت وفجر غضب الجمهور الاهلي اللي انا من هنا بحي جماهير الفرقتين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك صحيح مش بس عشان التشجيع مرح لا حتى التعامل مع المكسب يعني يعني من المناطق الندرة ان انت تلاقي جمهور الاهلي جمهور الزمالك يجمعوا ان بطل بطل الكأس السوبر يستحقوا عن جداره صحيح يا ركلات ترجيح لكن الزمالك كان الافضل صحيح الاهلي تقريبا مضعش منه جوان يعني مضعش منه فرصة قادر قول ان ما كانش فيه كورنة في كامل الاهلي محقق على اه ده الاهلي ما عندوش كورنة ما عندوش كورنة في تسعين ديئة اذا الفريل الاخر الفريل لازم عليك عمل ممورة كبيرة جدا صحيح حتى على مستوى التغييرات الراجل يعني المجازفة اتت بصماريها المرجوة الناس كان بتتكلم عن بنتاك وتوشاكك فيه لعب اساسي تسعين ديئة وكان من المطلقين عمر فرج شارف في جزء المنبراء حتى ناصر منسي سجل ناصر منسي وده سوبر منسي يعني السوبر ده سوبر منسي الراجل اللي ازي قتى من بعيد وكان كان هاشي وكان فجأة ان الزمالك طلب من اكتر من نادي دخول مفاوضات عشان ياخد لعيبة ويديهم ناصر منسي للأسف الانديد حتى ناديد والبنك اللي اهلي كبير يعني الزمالك عرض ناصر منسي على أندية وأندية رفضت تخيل عشان يجي لك من بعيد وهو اللي يجيب لك سوبر تاريخي في سوبر إفريقيا تاريخي هي الكورة كده عرضونا الصورة شباب الصورة عمر كبير عبو أحد وهو في مودرن فيوتشر بص ده مع عمروان محسن زي ما انت شاهد بيعمل نفس الاحتفال اللي هو الاحتفال العادي بتاعه اه يعني هو اعتاد على هذا الاحتفال بس هو أول ما بيعملوا مع الاهلي بقول لك أي وانش بالضبط وزي ما انت شاهد كده عالفاك هاديكا في مبارات ايه والله واردكم مبارات الاهلي اصلا ده الاهلي يا سلوانكا بس فيه تشيرطة احمر ورا كده مشكلة كبير هو سجل كتب جدا مع الاهلي وما عملش الاحتفال ده اه فدي بقى الليلة اه فبيقول ان هو كان وعدها ان هو يعمل نفس الاحتفال دي اخت خطبته اخت خطبته فعمل لها الاحتفال بالضبط جدا الله طيب خلصت الحكاية انت عارف انا اللي كان مجادين اني مبارح ايه انه عمر من اللعيبة المهزبة جدا ولا هو مستفز ولا هو عصر ولا هو بيعمل قلق ولا الحاجات دي يعني في بعض اللعيبة لو عملت الحركات دي انت هتصدق على طول ان هم قصدين حاجة سيئة لكن عمر مش من النوعية دي فبشكرك سيد احمد للتوضيح بس انا حبيت بس اوضحي القصة دي بس في النهاية الاهلي زي ما قال عمر دلوقتي فكر مندير الكرة انا دايما بقول كابتن ساموسون رائع لكن اللي حصل وانا قلتوا هنا عادي قبل كده ده كان نوع من الموآمة لما قلنا راس براس خالد بخالد طار الجوادي بقى طار بيه يتير بيه عشان الراجل يسيطر على الفرقة بشكل كامل لكنه في النهاية كان راهان خاسر صح طيب عمر هل فعلا مرسي الكولر في الصفقات اللي جات النادي الاهلي وحديدلك اسمها يوسف ايمن وامر السعيل كان رافض امه المأمم للنادي الاهلي أو ما طلبش عند مأمم للنادي الاهلي كان فيه تحفظ على يوسف ايمن كان فيه تحفظ على يوسف ايمن لكن عمر في السعيل هو مقتنع جدا وشايف أنه واحد وضافه قويه جدا لخط نصف النادي الاهلي وشايف أنه هو من أفضل اللع이�بة الى في الضوء مصبي اللي كانت تستعاكنها تنضم النادي الاهلي ممكن وما فيه س الليلAs عليه أكثر من عشر لعيبة من الدول المصفي رفضهم بالكامل الستثناء الوحيد اللي كان ممكن يبقى فيه كلام عليه هو عمر البنوبي لعب زد ده الستثناء الوحيد ومع ذلك بوده تم التحفظ في الآخر على فكر الضم البنوبي الناس بدأت تتكلم أن الأهل ممكن يجيب صفقات محلية عشان طبعا فاطة القيد ممتدة لحد 25 أكتور فأنا أسأل سؤال إيه اللي تغير قبل ماتش السوباف وبعد ماتش السوباف هل القناعات ستتغير؟ يعني الناس بتتكلم أن الأهل سيجيب صفقات محلية طبعا فهنا طبعا كاكولف كاكولف هو مش مقتنع أصلا باللعبة المحلية كان قبل السوبة فإيه اللي هيخليه غاية وجهة نظره في العشر في تيام اللي جايين أو الفترة المتبقية حتى 25 أكتور حتى الكلام على قصة اللعيب الأجنبي نادي الأهل خط قريب خلاص أنه مش هيبقى فيه لعيب أجنبي سواء مهاجم أو جناح إلا فيه شهر ينام اللي جاي وابت زي ما أنتا قلت في الانترو أن الأمور تتغير ولكن المعلومة اللي هي موجودة لغاية دلوقتي أنه لسه ما فيش حاجة لكن ممكن اليومين الجاني يبقى فيه كلاما معلش مهاجم عن جيلك تشريك النهارة جديد آه أنا في حكاية لازم أرجع فيها لسه أحمد جلال سه أحمد أستنى أحنا العشرة بتخيلني أعرف البطل لانجوش بتاعك فأنت بس صيد عنده عنده أسأل عندي اللي عندك فأنت أولتع في الانترو الضبط الأهلي هي سنة اليناير؟ لا لا مش ممكن لأن السيناريو اللي بيحصل ده هو نفس السيناريو اللي حصل لسنة الفاتت لما الأهلي خسر السبر الأفريقي وما كانش عنده مهاجم وما قدرش ترجم فرص كتير جدا ولما لعب كاس علام أندية وكان الفريل برازيل الأهلي ضيع فرص جدا برضو ما كانش عنده مهاجم فبدأ بعد كده يقول أنه يصلح الأزمة نفس الأمر بيتكرر إذا كان كرر في بطولة فأنت عندك مفرمة جاية عندك انتر كونتنينتل عندك كاس علامان دية عندك دوري أبطال غير الدوري المصري السوبر المصري طبعا فصعب جدا لأنا عصد لأبل يناير كمان أنت عندك سوبر مصري وعندك ما تشاف دوري أبطال الأفريقي وعندك انتر كونتنينتل فالتحديات كبيرة قبل يناير ويعني من حصن حظ الأهلي والزمالك على فكرة أنه لسه القيد مفتوح القيد مفتوح خلص الماتش خلص أنت عندك وحتى الدور الأول انتهى فاللي هيلعب دلوقتي أو يتقايد دلوقتي هيلعب على طول في أي بطولة قادمة مباشرة مفيش مشكلة إذا مالك بيدور في ثلاث لعيبة وفي ثلاث مراكز منهم قلب الدفاع منهم لعب الارتكاز منهم باك رايت الأهلي بيفكر في جناح بيفكر في مهاجم وقد يمتد الأمر اللي ما هو أكثر من ذلك بس اللي أنا عرفته أن محمد هني الحمد لله لغادي دلوقتي جزع في قلبات الدخل وليس لقدر الله صليبي فده برضو الموضوع مش هيبقى بعيد قوي لكن لازم يكون في تدعمات ومن فكرة المهاجم الأجنبي هتكون وردة الأهلي طبعا عنده أربع أماكن في فضل المهاجم قاضي المشكلة قولها في معلول خلي بلك لس معلول ده مشكلة قائمة لس يعني هو أفهم أنه هيكون حتى شهر ينال جاي إذا تم تعبط معهجب بالضبط أنت هتعملي مع معلول بقى لأ هتأيده إزاي وتقول برسته وشكرا صعبا هو خلاص عقده ينتهي نهاية الموسم نهاية الموسم فإما هيبقى إما هيتقاله شكرا من كده كان الموضوع هيبقى منتهي بالنسبة لبرسته بس هتديله عقد الكامل هتديله بقى العقد ما هو ما هو خلاص بضل لسوطة شكرا هتتدهم لبقى طيب ماشي هتعمل إيه بقى معتمد عليه في بداية الموسم ما هو ماشي بس الفكرة أن أنت عندك على الفكرة الموضوع مش منيا أكد ما هو لائحيا ولا تبيع علي معلول ستة شروع وترجعه في نهاية الموسم الكلام كان مطروح ده على فكرة يحي أعارة كمان مصد اللعاب بفض معلول بفض مع فاركو عن طريق إشنون إدوارد اللي هو وكيله وهو في نفس الوقت المدير التنفيذي حصل لفاركو لكن بعد ما الأهل استنى والموضوع تم التراجع عن هذه الخطرة معلول تحفز كمان على فكرة فاركو يعني هي الموضوع كان طرح بزبط أطبع إنه هو الأغلب ده اللي حيحصل رغم إيه بقى رغم أن انت ما بتلعبش رد أسلام أساسي فالأمور محتاجة بس بعض هل زمك هلعب ريال مدريد؟ لا زمك هلعب ريال مدريد الفكرة هي تطرحت في أيام التجهيز للسوبر للأفريقيا لما تم الإعلان إنه هو في السعودية عن طريق هيئة الترفيه بالتعاون مع الاتحاد الأفريقيا ريال مدريد رد باعتذار أصلا إنه هو مش هيقدر يلعب مباراة زيادة عن جدوله الموسم الحالي لأن إحنا في ظل أن أنشلوتي أصلا بيشتكي من جدول المباراة المزدحم وبيشتكي من كاس العام الأندية 2025 فهنلعب ازاي؟ فالفكرة مين عربي؟ الزمالك ليه كان عايز للعب ريال مدريد؟ لا 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 مش هي الزمالك هيئة الترفيه السعودية اللي هي منظمة يعتبر أو موسم الرياضي المنظم للمباراة فكر في فكرة ونبطل السوبة بطل السوبة أهلي أو زمالك وناقش الفكرة مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي راسل بالفعل الريال مدريد لكن الريال أعتذر عن الفكرة وبالتالي الفكرة لم تطرح من قريب أصلا يعني هو الموضوع انتهى في أيام التجهيز للسوبر الأفريقي عظيم محمد عواد سيأخذ مكافأة خاصة؟ محمد عواد دي مفاجأة بقى بموجب عقده الجديد اللي بيمتد ثلاث سنين بياخد في الموسم الأول سبع مليون جنيه موسم الثاني 8 مليون جنيه الموسم الثالث 9 مليون جنيه وخلينا فكرك يا كريم ان احنا قلنا ان سياسة التعاقدات الجديدة للزمالك هي فيها الرواتب دي عواد الأول كان بياخد 16 مليون جنيه في الموسم لكن كان فيه اتفاق جين تلمان كده مع كابتن حسين لابين ان لو مباراة السوبر لأفريقي خلصت رقلات ترجيح وعواد ساهم في التتويج الموسم الثالث بتاعه يبقى 13 مليون جنيه راتب سنة والاتفاق ده هيتم هيتم اتفاق جين تلمان مش على الورق لكن الاتفاق ده انا معلوماتي ان هو هيتم عواد سيحصل على 13 مليون جنيه في الموسم الثالث 9 مليون جنيه 4 مليون جنيه بسبب السوبر لا بس خليه اقولك ان هو الاتفاق اصلا معمول من وقت تجديد عواد يعني قبل السوبر الافريقي منشوف الثقة ان لو روحنا رقلات ترجيح انا هكسب الزمالك تبدا معمول في السوبر بس لا 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 في السوبر طب ليه الموسم الثالث اول موسم الثالث الزيادة السنوية هو طب ولو مش قبل الموسم الثالث لا 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 مش مش اهم كامل او لو مش عسل لغيه او بالضبط في اتفاق جين تلمان ما بينهم الموسم الثالث اول جنيه طب هو عواد كان بياخد 18 18 اخر موسم الثالث يعني اخر موسمين 6 مترسين انا بس سؤال انا سمكم تسألوا عسلش يمفيش سؤال اهم فتل عواد لعب المباراة دي عشان الحكاية دي لا 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 ما لعبش المباراة دي صبح تصاب صبح تصاب قدرا موضوع متخطب اوما الاتفاق الجيه ازاي انه لو لعبت السوبر وتألقت الاتفاق من اول تجديد العقب حلو لو انا لو انا لعبت السوبر وكسبتك و رقلات ترجيح اخد في الموسم الثالث المبلغ ده والاتفاق ده هيكدر اونا سيبك انا سيبك انا انت الخد ما يتلعب اقول لك دلوقتي انا قاعد معاك او انت رئيس نادي الزمالك وانا عواد بالظبط انت رئيس نادي الزمالك قلتلي لو تألقت في السوبر في ضربات الترجيح عواد اللي طلب على فكرة عواد طلب بالظبط فهتاخد 4 مليون زيادة في عادك صح كده صح وفجأة نلاقي عواد في السوبر بالظبط ايه ورقلات الترجيح فجأة عواد بقى في السوبر اوما بلعبش الفتر فتر دي كلها لا ما هي قادرا ده يعني رقلات الترجيح يعني مش الماتش لا مش الماتش رقلات ترجيح طب لو كانش صد مسلا وجد فالعفضة او تلعب بقى يعني الصبح يصاب قبلها بيوم وعواد يلعب المباراة وتروح لدربات ترجيح انا قادرا يا كريم والسوبر افريقيا مش مصري والسوبر افريقيا مش مصري اه يا صح دين بطولة الاولى دين بطولة الاولى بداية الموسم بالنسبة للزمالي طبعا انا يعني انا معاك هنروح لفاصل بعد رايح في الحكاية دي شوية ونرجع تاني ننفي نكمل خليكم معاك طيب استاذ احمد جلال طالب انه يعلق على الصورة اللي نزلها النهاردة عمر الساعي على انستجرام على الحساب الرسمي بتاعه وهطلنا الصورة يا شباب عشان استاذ احمد هو بيعلق عليها هو الفكرة ان زي ما انتم شايفين كده هو في فيروس كل الناس بتبقى هو الاول بس عشان اردى طبعا ده الاهل بيحتفل بادرع الدوري الجديد والادرع رقم 44 اوكي يعني نوع من الاحترام او الثقة او ان هم بيدعموز منهم جابوه يحتفل معهم طبعا البطولة دي لا تحسب لعمر الساعي طبعا انه كان بالعب تلادي الاسماعيل طب انت جايب البطولة وتقول رقم واحد برضو انت دلوقتي وتقول الهص هص المين هي يعرفك رقم واحد برضو لو كتب رقم واحد برضو بس بل من حقك انا في رقم واحد مفيش مشكلة بس ليه ليه طب انت عملت ايه طب انت لسه المحطة ما تكتبش بالقناة بالنصاص لعيب كويس اه لعيب كويس طبعا بس ما انتش لعيب واو لغا دلوقتي بدليل ان انت ما تاخدش اولمبياد الراجل اه كان موجود ضمن القوام لكن لما راح كان فيه نيني وكان فيه زيزو فالراجل فضل نيني وزيزو بعتم حكم الخبراء هو لعيب جايد يبقى انت العيب جايد يبقى انت تشتغل على نفسك في هذه المنطقة ما تبدلش بقى تكيصت بقى ايه عمر السوشيال ميديا ولا الحاجات دي ما هتكبر ولا هتلمع ولا هتخلي جمهور الاهلي او زمالك على فكرة دايما مترجتك يا مناس يا مناس في الفرقتين وكانوا لعيبة دولية وأجروا الجان وسخروا صفحات وبعد سنتين من تقلقوا مع فراغهم اختفوا تماما والنهاردة بتنقلوا من نادي ده للنادي ده للنادي ده واصبحوا في زكرة الناس النسيان ولسه بيلعبوا لغاية دلوقتي والناس دي لسه تلعب لغاية دلوقتي لكن خلاص بقيت بقايا اسمها فلازم يا عمر يا ساعي تعتبر من ده لازم زملائك بقى هي دي بقى مهمة الكبار في الآلة دلوقتي مهمة الكبار دلوقتي في الآله إن هم يحطوا الأمور دي أمام زملائهم لأن تأثير اللعب على اللعب أهم من تأثير بعض الأحيان أهم من تأثير المدير الفني أو المدرب على اللعب دي مهمة شناوي مهمة سلية مهمة أفشا الناس اللي هي اتربت أو أعلى كتير أوجا وجودنا دي الأهلي ربيعة من الناس اللي أنا بتهمهم بالتقصير بعض اللي عم يعني بقولت اللاس اللي هي ممكن تبقى ليها دور وما عملتش حاجة في نفس الإطار حي بعد خصارة في السوبر هل وارد دي التشكيل الأسالي بيلعب بها مرسل قرار منذ بداية الموسم هنشوف تغيرات في التشكيلة دي فيه يعني بالنسبة جوة عمر كمال هيفجأ خلاص بشكل أساسي مع النادي الأهلي فيه بعض التغيرات ممكن تدخل زي أشرف دابي هيكون على حساب ياسب براهيم يعني فترة جاية ممكن ياسب حيبايح شوية هيبقى موجود أشرف دابي على حساب ياسب براهيم بس دي التغيرات هل ممكن تحصل تغيرات في وسط المرعب؟ وارد طبعا الصلاة في جاية ثانية الصلاة بوضو هو بعيد الفترة اللي فاتت دي كلها ممكن عمر الساعة يبدأ ياخد بقى زي ما كنا منقول يبدأ يتم تجهيزه مرحلة جاية بيرس تاو هيكمل كأساسي في النادي الأهلي؟ لغاية دلوقتي آه يعني لغاية دلوقتي المعلومة عندي بيفس مكمل يحصل إيه بقى في هناك بنت أفهم دي متغيبات أمريكاته بتحصل يعني بدا سليم بوضو حيدخل الفترة جاية هو طوح 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 محمد طوح طوح محمد طوح دابو وقفشة وقفشة طبعا أساسي طوح ايه كمان؟ بيكم جاي الزمالك؟ لا بيكم مش جاي الزمالك بيكم رغب عامر رمضان بيكم عامر رمضان بيكم معلش طالما ما صايفش هوداموس طالما مريال بدريد وثبت هوداموس بيكم بسكريمي اللعب كان عنده الرغبة لكن الزمالك مش عارف يخلص مع سراميكا الزمالك حتى الآن مش عارف يخلص مع سراميكا الصفقة سراميكا مش موافق ممكن في حل ان اللعب يروح للزمالك أعارى مع حقية شراء بس حتى ده كان فيه خلاف على المقابل المادي فبالنسبة من اللعب نفسه اللعب عنده رغبة في الانتقال للزمالك لكن الزمالك مش عارف يخلص مع سرمية كلبوترة لحد دلوقتي وبالتالي أحمد رمضان بكم والكلام اللي تقال على السوشيال ميديا أن الزمالك خلصه والكلام ده مفيش ملوش أي أساس من الصح ويمكن الصفقة اللي كان بيتكلم عليها داود معاك في الفقرة الأخيرة هي الزمالك بيعتمد حاليا على المدافعين تحت السن تحسب أنه ما يعرفش يخلص لعيبة من الدوري خاصة في مركز قلب الدفاع ده يعني عايز يلجأ شوية للعيبين الصغارين يبدأوا يطلعوا معايا موكس سألت سؤال معناش بما أني هروح أجيب لعيبة أفريقية تحسنوا دي فكرة كويسة على فكرة أنا أحب اللي عندها كلها تبدأ تجيب يا سياسة المجلس ده منافع وهيل ده ده موقف حالو بدأ ما روح أشتري لعيبة أسعار باهزة الثمن أجيب لعيبة وأصبر عليه بس هل الزمالك في المرحلة بتاعت الصبر دي؟ ليه مصبرش عن ناشئين بتوعي بقى؟ هذا ما أنا هزبر هزبر لأ قطاع الناشئين في الزمالك محتاج هيكلة وده يعني دي كلمة دي تقالت من كابتر حسين لبيب أول لما جاء ويمكن نشوف يعني ما فيش مدافع ياسطل الآن من قطاع الناشئين نيرعب في نادي الزمالك؟ مليون في المين ولا مدافع ولا ظهير أيصر قطاع الناشئين بالكامل محتاج هيكلة لكن الموضوع دلوقتي بالنسبة للزمالك في قصة اللعيبة الناشئين استثمار منه أكتر يعني حتى لما متيابة عرض المجلس لانتقادات أو كده هو استثمار يعني ما كلفش الفريح حاجة عايز تسمع حاجة على ممضان بيكام مع شوز أحمد؟ ياريت ياريت هو يعني محتوظ البطول المدير الرياضي أكد أن لا نية في التفريط في بيكام ولا نية لبيعه والراجل المستمر مع الفرقة وجدد تلت مواسم ومفيش تفكير خالص في التفريط في بيكام بالنسبة للمركز قلب الدفاع في الزمالك يعني الكابتن أحمد سليمان قال لي أنه ميراهن بكل تاريخه على جيل بيرتو اللاعب البرتغال اللي بيلعب في الدرجة التانية وقال الرائد ده هيكون من الفلاتات الكبيرة جداً اللي هتلعب في الدور المصري عنده 19 سنة وشاف أنه هو يعني واعد جداً وهيبقى له دور كبير جداً في نية الزمالك لأن كان فيه خيار تاني والحمد لله لأنه هو ما حصلش وأنه بقولها بجمطة الأرياحية أن كلوشة كان يجي الزمالك مش عشان كلوشة وحش لكن عشان الدير اللي كان هعمله أستاذ آمن الشريعي هيديني إحساس أنه هو عمار الشريعي مش آمن الشريعي 45 مليون جنيه الرجل ده بيعمل حاجات سيمفونيات أو رجل محترم وأكيد لا حبيبي لا وأنت وصفت بعمار الشريعي آه يعني رجل بيعمل سيمفونيات الرجل يعني رجل أوركستر العظيم طبعا في الصفقة محمد حني تدرس وصفقة زياد كمال اللي زمالك بسبب فوز بالسولة أفريقا هيدفع خمسين ألف ودلار لإمبي بونس معين رجل ما بلعبش يعني رجل بيفرج علينا على الملشات زي وزينا بس يعني حقيقة يعني آآ شفار الدجال التي طبيضه زهبا لإمبي الحقيقة يعني بالبونس اللي معمول يعني بعجبنا الحركات اللي في العقود دي حركات زكاية ده تركات رائعة جدا الحقيقة فكرة خمسة أربعين مليون جنيه بقى الكالوشة يعني انت بتكلم باجي موضوع خمسين ألف ودلار اللي مافروض إنبع ياخدهم من الزمالك دول لو الزمالك كسب السوبة الافريقي وكسب السوبة الافريقي هل دا كان رقم الزمالك متقبله وقتها وانه وطبيعي أو المنطق انه الزمالك والد من mould أنهي باندي من البونس ما في بونوت كتير يعني في مليون جلير دوري في مليون جليل كاس في تأهل في كل دور الفدرالية في تأهل كل دور في كسبر افريقي كل دي يعني بونس يعني أكتر كمان من 30 مليون جلير إعارة اللي أصلا في نهاية الإعارة كمان زياد كمان يصبح من حق انبي التصرف فيه ليس هزي مالك يعني الاولوية الانبي مش الاولوية لا لا هو الاولوية يعني إنت ممكن لا الفكرة كلها عند أن خطص وفجعنا انبي على أطول بس جميز كان مبسوط من كل اللعيبة بعد السوبر لا مش من كل اللعيبة وهرجع أفكرك بالفيديو ده كونراد مشلاك عنده مشكلة مع جميز جميز بيشوف أنه هو بيطول في الكرة كتير وحذره قبل كده في التمرين مع التدريبات الأولى اللي خاضها أنه أنت بتطول في الكرة كتير وخلينا أقول لك إحصائي يا كريم أن كونراد مشلاك أول لما نزل تعطعت منه الكرة سبع مرات أكتر من أي لعب في الزمالك من اللي تم نزولهم أو تم اللي استعانى بيوم من دكة البدن فكونراد مشلاك تم تعنيفه مش بعد المباراة لكن بعد يوم من المباراة جميز قعد جالسة معاه قال له أنا مش عايز الموضوع ده تاني خلينا أقول لك كمان أن مصطفى شلبي يعني فيه أفضلية بالنسبة لجميز لمصطفى شلبي عن كونراد مشلاك فأنت الفترة اللي جاية هتلاقي مشلاك بديل مش أساسي يعني مشلاك مش أساسي ومصطفى شلبي أفضلية ليه بالزبط عليه ورمضان صبحي لا أجيه هيبقى أفضلية على مين رمضان صبح هيجي ولا لأ انت اللي قلت صبح هيجي أساسي هيجي أساسي مهب بشكورك شكرا جزيلا شكرا كاريرا عمر شرفت ونوارت وشكورك شكرا جزيلا أستاذنا شرفت ونوارت ربنا شكورك شكرا جزيلا ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا هشوفكم يا رب على الأخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة